بسم الله الرحمن الرحيم عزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس يعني ايه النادي الأهلي؟ يعني في كل مكان حتلاقي جمهوره يعني لو في اسكندرية أو حتى في أسوان حتلاقي اللي بيقول دايماً معاك يا أهلي في كل الشوارع وفي أيضاً في كل البيوت وفي المدرجات لأن الأهلي دائماً كمهوره داحمة النهاردة النادي الأهلي بيحقق فوز كبير على فريق أسوان المحترم والمجتهد على مرعب أسوان وسط حضور جماهيري مميز واستقبال حافل من أهالي أسوان للنادي الأهلي وبعثته اللي رجعت من السودان مباشرةً على أسوان ثلاث أهداف نظيفة وفرص بالجملة وتقلق لجميع اللاعبين اللي شاركوا النهاردة في كل المباراة مع إراحة طبعاً بعض اللاعبين المجهدين ضمن سياسة التدوير الروتيشن اللي بيعملها مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين دايماً خلال هذه الفترة مارسيل كولر بيعمل إيه؟ النهاردة إسلام بيلعب بكرة خالد عفتاح بيلعب بعده محمد هاني بيلعب هكذا مباراة أهلي وأسوان النهاردة كلها مكاسب مش بس النتيجة ولكن استمرار احتكار صدارة الدوري ولكن على الجانب الفني والجانب المعنوي أعتقد أيضاً مكاسب بالجملة حنبدأ بالتشكيل اللي كان بيدوم محمد الشناوي أنا بسقف لمحمد الشناوي النهاردة هو أنا بسقف لمحمد الشناوي كل يوم مش النهاردة بس أنا عارف إن حضراتكم قد تكونوا يعني متدايقين من خسارة النادي الأهلي في مباراة الهلال والخطأ اللي عمله محمد الشناوي أنا بقول خطأ اللي عمله محمد الشناوي لأنه خطأ ولكن هو محمد الشناوي عمل ايه تاني في هذه المباراة صد ركل الجزاء تمام محمد الشناوي عمل ايه تاني النهاردة صد ركل الجزاء في مباراة أو كانت النتيجة تنصفر وكان من الممكن جداً أن يحدث أي شيء آخر ولكن محمد الشناوي سيظل دائماً هو الحارس الأمين للنادي الأهلي أنا عارف إن حضراتكم سعب تكونوا متدايقين لما الأهلي بيخسر من أي لعيب بيضيع أو من حارس المرمى لما بيخش فيه جون خطأه ولكن في النهاية يجب زي ما حصل من يوم مطش الهلال أنا عارف إن أنتو زعلته يوم مطش الهلال فقط لكن بعد المباراة لغاية مباراة أسوان الحمد لله بعد الكرام اللي اتقال في كل برامج النادي الأهلي في خانات النادي الأهلي الكل شاف إن محمد الشناوي يستحق المسندة ويستحق الدعم لأنه مش هو الوحده هو وبقية الفريق بالكامل مباراة خسرناها ما يشي خسرنا عندنا مشاكل عندنا مشاكل كانت عندنا مشاكل في مباراة الهلال تحديدا أنا بتكلم عن مباراة الهلال كان عندنا فيها مشاكل كان عندنا فيها مشاكل بعض الأخطاء والهفوات آه بعض الأخطاء والهفوات بتحصل بتحصل مع أحسن لعيبة مع أفضل لعيبة في العالم بتحصل ميسي 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 اللي هو يعني ميسي مش هقول أكتر من كده قاعد سنة في باريس يا جرمان الناس تبص كده تقول الله وتعمل عينها كده تقوله ولا ميسي هذه هي كرة القدم كل لعبة كرة القدم اللي لعبه عارفين هذا الأمر وبالتالي محمد الشناوي يستحق التحية ياسر إبراهيم في مباراة الهيلة كلهم يستحقوا التحية محمود متولي محمد عبد منعم أنا مش عايز أنسى أسماء كل اللاعبين يستحقوا الدحية ولكن قبل تحية اللاعبين يجب دائماً أن أنا حي الجمهور جمهور النادي الأهلي اللي بيقف خلف فليقه وبيساند وبيدعم فريقه وبيقف دائماً في ظهر فريقه فأول يوم بعد المباراة لقي كل سخن وزعلان وعمال ينتقد أداء فلان وعلان وترتان ولكن من تاني يوم موضوع انتهى لما أنا طلقت مع حضراتكم في هذا البرنامج وقلت لحضراتكم من فضلكم يوم الحد كان الكلام ده يوم الحد قلت لكم من فضلكم نوقف أي حاجة ونعمل حاجة واحدة بس نساند وندعم إيه رأي حضراتكم في الفريق النهاردة؟ أسمع إيه رأي حضراتكم في الفريق النهاردة؟ عندنا أحسن من كده أحسن من كده عندنا أحسن من كده بكتير ولكن عودة بعد ثلاث هزائم من مين؟ من ريال مدريد ومن فلامينجو وبعد كده الهلال تخيل حضراتك أن أنت بتتكلم عن هزائم من ريال مدريد اللي بيلعب دلوقتي مع ليفر بول وليفر بول كسبان واحد سفر دلوقتي بالمناسبة فاللي بقول لحضراتكم يا جماعة لازم وده أنا اتعلمته من جمهور الأهلي فقط لغير محدش علمني الكلام ده غير حضراتكم غير جمهور الأهلي إن أنا مليش أي علاقة بأي حاجة ولكن أنا أفضل أقف وأساند وأدعم ليه يا فندم أقف وأساند وأدعم؟ لأن أنا عارف أن أنا عندي إدارة عارفة إيه هي الأخطاء وعارفة إيه هي الأمور السلبية اللي موجودة في الفرقة هل حد عنده شك في كده؟ محدش أنا النهاردة لغاية حتى هذه اللحظة أنا كنادي أهلي ما عملتش حاجة ما عملتش حاجة كسبت أسوان؟ آه وصلت كاس عالم وخدت رابع؟ آه لكن ما خدتش ميداليا في كاس العالم وفي نفس الوقت ما خدتش دوري وما خدتش كاس ما خدتش أي بطولة حتى هذه اللحظة وبالتالي كل اللي مطلوب نحن نقف وهم دول اللعيبة اللي حيكملوا معانهم غاية آخر السنة دي دول أفضل لعيبة صدقوني أنا ما بتحكش على حد وما بقولكش كلام لكن اللعيبة دي أفضل لعيبة موجودة في مصر وفي أفريقيا صدقوني لعيبة النادي الأهلي دي تستحق أن نحن نساندها وندعمها لأنه زي ما حضرتك شايف رجعوا من السودان على أسوان ومن أسوان رجعين النهاردة بكرة في تمرين عشان عنده مباراة أعتقد أنه هو ممكن يعني حتى الآن لم يتم الإعلان ولكن هنشوف هل من الممكن أن يكون في معسكر قبله بيوم أو بيومين هنشوف لكن هو ده قدر لعيبة النادي الأهلي لازم نفضل في ظهرهم مش عايزين عايزين نضغط عليهم طبعا شوية كل حاجة ولكن إحنا كجمهور أنا بتكلم على جمهور على أننا كجمهور يعني عايزين نقف ندعم ونساند هذا الفريق هذا الفريق إن شاء الله بمسندة بعد ربنا مسندة ودعم الجمهور حيخليني ناخد كل حاجة أنا بقول لحضرتك كل حاجة أنا تقريبا تفرجت على كل الفرق الأفريقية أو معظم الفرق الأفريقية وأحنا وأنا بتكلم بتكلم على دول على الأساس الجمهور جمهور النادي الأهلي اللي في كل مكان اللي في كل مكان مش فارق معاه قطر مش فارق معاه طيارة مش فارق معاه ميكروباس مش فارق معاه حاجة اللي فارق معاه حاجة واحدة بس شعار النادي الأهلي واسم النادي الأهلي وإن أنا بحب النادي الأهلي وحاجة شجع النادي الأهلي مش فارق معاه وجبة مش فارق معاه حاجة خالص جمهور الأهلي كده بالمناسبة جمهور الأهلي ما بيفرقش معاه حاجة لا تقولي هنوديك في أوتوبيس هنوديك في طيارة هنوديك في قطر هنوديك في ميكروباس لا هنجيب لك وجبة مش هنجيب لك وجبة حاجات دي ما بتفرقش مع جمهور الأهلي اللي بيفرق دايماً مع جمهور الأهلي حاجة واحدة فقط إن اللعيبة تكون رجالة جوه الملعب إيه إيه الحلاوة دي إيه الحلاوة دي بص البيوت يعني أحلى حاجة في الدنيا الكلام اللي أنا بقى شوفه ده يا جماعة أنا شفته فأنا ببقى متأثر بيه جداً جداً إن الجمهور ده الواحد هو ماشي في الملعب والله العظيم تلاتة أنا شفت الحاجات دي ودلوقتي متوقع إيه اللي بيحصل هناك لما كنا بنبقى ماشيينه في الأوتوبيس وماشيين راحين الملعب والله العظيم كنا نفضل نبص حوالينا كده في البيوت اللي حوالينا الناس وقف عمالة تسقف لنا واللي يرمي علينا شوكولاتة أول الله هالعظيم تلاتة وإحنا بأسوان هذا البلد الجميل الرائع مع هذا الجمهور الجميل حاجة حلوة جداً وحاجة تخليك تبقى فخور إن انت بتنتمي لهذا النادي اللي بعد ربنا بعد فضل ربنا على هذا النادي فضل الجمهور فقط لا أحد آخر جمهور هو اللي مخلي ناس كتيرة جداً مش عايز أتكلم في حاجات مش بتاعتي لكن مخلي ناس كتيرة جداً تبقى عارفة أن بعد فضل ربنا فضل جمهور النادي الأهلي على النادي الأهلي في كل شيء بصوا حضراتكم الجمال والحلاوة والله العظيم تلاتة وما كنت بشوف هذه الأمور كنت بدمع وأنا في الملعب يعني ساعة لما كنت بلعب كورة يعني كنت بشوف الحاجات دي بدمع عشان الجمهور ده هو اللي بالفعل المساند الأول والدافع أو الدفاع خط الدفاع الأول لللعبين وأنا دايما أقول اللعيبة بالمناسبة يعني وأنا بتكلم مع حضراتكم لما حد من اللعيبة يتكلمني يقول لي يا كابتن يعني الجمهور يعني بسوخنا علينا شوية أقولهم حقه جمهور حقه يعمل بص الجمهور عامل إزاي جمهور حقه يعمل وينتقد حينتقدك ساعة ولا ساعتين ولا تلاتة ولا يوم ولا يومين ولا تلاتة وبعد كده لما تكسب زي النهاردة أو رفعك سبع سماء هذا هو الفارق ما بين جمهور الأهلي وأي جمهور آخر شكرا لحضراتكم دائما الشكر بعد ربنا لجمهور النادي الأهلي أرجع مرة أخرى للمبارانة آسف أن أنا رحت لهذا الأمر ولكن هذه هي الحقيقة ويجب أن أنا دايما نتكلم مع حضراتكم بهذا الشكل خطة أو خطة الدفاع النهاردة بالكامل أدى بكل قوة مهام هجومية لأشرف واللي أدى وكأنه يعني أساسي بقاله سنتين أو تلاتة خالد عبد الفتاح أداء مميز الثنائي متولي وعبد المنعم يعني مش محتاجين الحقيقة أنه نقيم هؤلاء اللاعبين لأنه خصوصا هذا الثنائي لأنه الثنائي متفاهم ورائع ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وقفشة وإحمد عبد القادر وكهربا حدث ولا حرج كلهم أدوا بكل قوة حسين الشحات هو رجل المباراة تلات جوان عمل تلات أهداف الحقيقة يعني إحنا دايما كنا بنقول على علي معلول أو أيمان الكاشف كانت أيمان الكاشف كان بيقول دايما على علي معلول أسرع الدليبري في مصر النهاردة حسين الشحات أسرع الدليبري في مصر في سبع دقايق إدى كهربا جون وإدى أحمد عبد القادر جون وإدى مجدي قفشة جون كمان بخلاف تقلق هؤلاء اللاعبين مروان عطية النهاردة عمل مباراة رائعة خالد عبد الفتاح عمل مباراة رائعة القندوسي لمساته لما نزل في الشوت التاني حاجة حلوة جدا برسي تاو شادي حسين اللي كان بتخنق مع كهربا ولو أنا ما بحبش يعني الحاجات دي أنا ما بحبش أتكلم فيها لإنه لما اتكلمت مع الشباب قالولي إحنا يا كابتن حتشوف في المطش يعني هنوري الناس إيه اللي حيحصل ففي المطش شفنا كهربا راح لمين أول إما جيت جون أول إما جاب الجون راح لشادي ومسك إيد شادي وعملوا نيني نيني مع بعض اللي بيعملوها دي حاجة جميلة يعني فهنا كهربا كان بيعمل إيه كان بيقول للناس يا جماعة إيه الكلام الغريب اللي بيتقال ده هي إيه الخناقة اللي اتعملت فجأة ما بين شادي هو فيه خناقة ممكن تحصل وما توصلش لمصر كلها اللي اللعيبة تخنقت مهم يعني في الفوز دا توقيته مش بس إنك بتتصدر الدوري قبل ما تلاعب سانداون سخط بالك عايزك تدخل هذه المباراة أو من المفترض أن أنت هتخش هذه المباراة بمعنويات مرتفعة جدا لأنه لا بديل عن الفوز في مباراة سانداون أهو كهرباء هم علشه أنا آسف قبل ما هونينيني وبعدين راح لمين يعني المفترض بقى بيسلم على حسين الشحات اللي هو عمله الجون سلم على حسين وبعدين خد شادي في حضنه كده بيقول له يعني يا عدير ابنت صلح أهو طبعا ما فيش صلح ولا حاجة لأن أساسا فيش حاجة حصلت هو بس بيوري الناس إن ما فيش حاجة حصلت عموما يعني لا بديل عن الفوز في مباراة سانداون عندك لعيب تجهزين على مستوى كويس إحنا نقدر نقول إيه إن فيه لعيبة مجهدة وجايين من يومين لتلاتة الماتش والسفر والريح والجاي وحنقعد نقول الكلام ده ولكن إحنا متأكدين إن انتوا هتموتوا نفسكم يوم السبت اللي جاي يوم السبت اللي جاي نحن لا ننتظر إلا إن انت تموت نفسك النتيجة دي بتاعت ربنا دايما وزي ما بتكلم مع حضراتكم دائما هناك ثلاث نتائج مكسب خسارة تعادل إن شاء الله ربنا يا كريمنا ونقدر نكسب دي بتاعت ربنا لكن لو لقدر الله حصل حاجة أنا كجمهور بيهمني إيه يهمني إن أنا أشوفك مموت نفسك في الملعب وأنا متأكد إن انت لو مودت نفسك في الملعب ربنا هيكرمك واحدة كسب مرسيل كولر وكلامه النهاردة في المؤتمر الصحفي أنا بحييه برضو على كلامه في المؤتمر الصحفي لما قال إن هو ما بيستبعدش أي لعب بسبب إهدار الفرص وتكلم عن التدوير وإشراك ستة لاعبين جدد في التشكيل النهاردة يعني في إيجابيات كثيرة جدا في مباراة اليوم زي ما قلت لحضراتكم لقطة احتفال كهرباء مع شاد حسين لقطة معبرة جدا 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 ورد واضح على كل هذه الإشاعات لهدفها هو هدف واحد فقط ضرب استقرار الفريق ضرب استقرار الفريق هو بيحاول يضربك من كل الجهات ولكن ستظل صامت وسيظل النادي الأهلي صامت بعد توفيق ربنا بمسندة ودعم حضراتكم جمهور الأهلي مفوش الكلام ده حضرتك اتخنقت حيتم عقابك وشكرا والموضوع انتهى وخش على بعده كل لعبت الأهلي محترمين وأخلاقهم عالية وبمناسبة الأخلاق العالية وبين كل لعبت نادي الأهلي روح كبيرة جدا هي اللي بتخلينا دايما نحقق الانتصارات قبل ما اكمل كلامي عن المباراة مبارح وانا بتكلم مع حضراتكم فيما يخص علي لطفي بالمناسبة الأخلاق انا قلت لحضراتكم حاجة نهاردة علي كتابها على صفحته على أكاونت بتاعه كلمت مع حضراتكم مبارح قلت لكم ايه قلت لكم يا جماعة علي لطفي ده مش بيمثل نفسه هو بيمثل بلده نديه فلما اضربك ده علي لطفي اقسم بالله بسم الله من شاء الله بسم الله من شاء الله بسم الله من شاء الله ربنا يبارك له ويزيده لو مسك أي حد حيعمله كده يعني بسم الله من شاء الله اللي يعرف علي بسم الله من شاء الله بسم الله من شاء الله عشان بيعصلوش حاجة يعني فعلي يقدر يعمل أي حاجة ولكن احترامه لبلده ولناديه ولنفسه وان عندك رئيس نادي ما بيقولكش يشتم يا ابني وادرب ويعمل والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده لا عندك رئيس نادي بيعمل حاجة واحدة بس بيقولك احترم اسم بلدك واحترم اسم ناديك واحترم السبعين تمانين تسعين مليون اهلاوي اللي بيشجعوك وريني علي لطفي قال ايه يا سمير فعلي لطفي شخصية محترمة جدا بالمناسبة كمان يعني اللي ما يعرفش علي كشخص علي لطفي شخصية مش شايفها دي هقراها ازاي دي طيب فالنهارده علي قال ايه على على الاكاونت بتاعه سلام عليكم انا ما كنتش حابب اتكلم عن الموضوع ده خالص بس حالة الحب اللي شفتها من جمهور مصر المحترم وجمهور النادي الاهلي بالذات اللي حيفضل فوق راسي وصاحب الفضل علي وعلى كل واحد بيتشرف بانتماؤه للنادي الاهلي بخصوص اللقطة اللي انتشرت على مواقع التواصل اجتماعي حابب بس اقول اني مش ضعيف انا هنا اقول لك علي انا عارف كويس جدا جدا ان علي مش ضعيف واقدر اخد حقي من اي حد انا قلت الكلام ده علي قبل ما انت تقوله قلته اول انبارح وانا طول عمري متربي اني احترم اني احترم المحترم واشيله فوق دماغي والغير محترم اعرف اتعامل معاه كويس اوي واخد حقي بالزوء او بالعافية بس انا في اللقطة دي ما كنتش بمثل نفسي انا في اللقطة دي ما كنتش بمثل نفسي النهاردة يوم التسقيف العالمي لان علي هو بالفعل كان لا يمثل نفسه ولكن كان يمثل بلد وكان يمثل نادي كبير جدا بحجم النادي الاهلي شكرك يا علي على هذا الكلام اللي احنا قلناه اول انبارح لانه ده مش كلام دبلوماسي لما اطلع اقول لحضرتك هذا الكلام انا مش بقول لك كده عشان اضحك عليك ولا يقول لك كلمتين دبلوماسيين ولا عاجة ولا علي بيقول لك لا لا بيقول لك الحقيقة انما لو انا رايح اسلام الشاطر رايح كده وفي رحلة وحد عمل معاه كده لا يعني مش اسلام يعني اي اسم هعرف اخد حقي كويس جدا وانا قلت لحضراتكم اول انبارح ويمكن ناس كتيرة جدا بعتتلي على الاكاونت بتاعي وقالتلي يا عم بقى وبطاله تطبيل قبل ما بيانات النادي الاهلي تنزل او خطابات النادي الاهلي اللي تم ارسالها انبارح تنزل وقاعدوا يقولوني كده قلت له ما جماعة معلش طب اصبروا ما نصبر 24 ساعة ونشوف اللي هيحصل ايه ساعات بيبقى عندنا معلومات لكن مش قادرين نقولها لحضراتكم لانه قلت لكم منبارح احنا مؤسسة نادي الاهلي ده مؤسسة والكل بيتحرك بعدها فعلي لطفي الكلام اللي كتب وهو كتب كلام كتير جدا ولكن اهم ما كتبه علي لطفي انه هو يعرف ياخد حقه كويس انا متأكد وكلنا متأكدين ان انت تعرف تاخد حقك كويس علي ولكن علي قال لك انا لا امثل نفسي ولكن انا امثل بلدي ونادية ومجلس ادارة نادي محترم وجماهير محترمة احنا متأكدين علي وعارفين ان انت تستحق كل الاحترام وكل المحبة لانه انت بالفعل انسان محترم عموما يعني النهاردة الواحد سعيده مبسوط كسبنا 3-0 بعد سلسلة مباريات اتغلبنا من ريال مدريد واتغلبنا من فلامينجو فيعني مبسوطين ان احنا الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا النهاردة ومش المكسب فقط ولكن الاداء والروح كل حاجة حلوة واستقبال الجماهير الحلوة في أصوان والله يعني انا وانا قاعد بتفرج النهاردة على الستوديو التحليلي حاجة جميلة جدا ولكن انا هجيب لكم دلوقتي شوية صور وشوية مشاهد ولكن خلو طيب كسبنا مباراة أصوات نحتفل نحتفل كسبنا 3 نقاط اتبسطنا كل حاجة حلوة ولكن اقفل عندنا مطش يوم السابت اللي جاي مهم جدا وصعب جدا ولكن قبل ما اتكلم عن مباراة يوم السابت ان شاء الله امام سانداونز النهاردة يعني واحد من اجمل المشاهد اللي ممكن اي لاعب او منتمي للنادي الاهلي شوفها لما تشوف فرحة اهل اهل اسوان اهل اسوان اللي هم جمهور الاهلي يعني فاسوان كلها قد ايه مبسوطين وفرحانين بوجود النادي الاهلي في محافظته الاهلي زي ما قلت لحضراتكم يمكن قبل كده مش محتاج قطر ولا طيارة ولا ميكروب ولا محتاج حاجة الاهلي فين ما يروح حيلاقي جماهيره موجودة في كل مكان الاهلي جوا كل بيت في مصر من السلوم ولحد حلاب وشلاتي في كل مكان اسكندرية اسوان الدلتا السعيد هتلاقي الاهلاوية 70-80 مليون اهلاوي والله 70-80% من مصر او من المواطنين المصريين اهلاوية السعادة اللي على وجوه ابناء محافظة اسوان النهاردة في الشوارع وقت مرور الاوتوبيز بتاع النادي الاهلي حاجة تدعو الى الفخر والتفاؤل والسعادة حاجة بتأكد ان النادي الاهلي هو اللي بيفرح هذا مصر من ناحية الرياضية طبعا لكن حقيقي ومن قلبي تحية الاسوان ولأهل اسوان هذا المشهد الجميل والروح الرياضية الكبيرة جدا وحب واحترام للنادي الاهلي في كل مكان تأكيد ده اللي بيلاقيه النادي الاهلي في كل مكان جوه مصر وبره مصر خلينا نطلع نشوف التقرير القادم ده تقديرا من قناة النادي الاهلي لأهل اسوان حاجة بسيطة جدا ولكن احنا بنقول لكم احنا بنقدركم جدا 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 يا أهل اسوان ياللي بتحبوا النادي الاهلي والنادي الاهلي كله بيحبوكو كمان نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع بقى نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة اشتركوا في القناة اسوان بلد يجمع بين سحر الطبيعة وعراقة التاريخ جمال طبيعي وسحر لا يمكنك فهمه فقط يوقعك في حب ذلك البلد وأهله بلد السحر والجمال طبيعة خلابة ونيل احتفظ بجماله ورونقه بلد الطيبين أهل الكرم والشجاعة متاحف تاريخية وجزر زينت نيلها ومراكب شراعية زينت نيلها مدينة جمعت بين سحر الطبيعة وعراقة التاريخ بلد السد العالي والنوبة بلد الفن هي البوابة الجنوبية لمصر إنها أصوان هي لا تتحدث عن نفسها كثيرا فجمالها يعرفه الجميع هي عاصمة الشباب والاختصاد والثقافة الإفريقية والتي تمتلك العديد من الأنماط والتنوع السياحي ما بين سياحة ترفيهية وبيئية وثقافية وأثرية والسياحة الفنية والرياضية مدينة جمعت بين سحر الطبيعة وعراقة التاريخ فهي ذات طبيعة خلابة ورونق خاص أصوان مدينة شبابية ورياضية يعشق شعبها الطيب الرياضة وتعشق فريقها الذي يمثلها في دور الأضواء والشهرة فهو يأبى الغياب عن الدور الممتاز فلم يكد يهبط للدرجة الثانية حتى عاد سريعا بعزيمة أبنائه المعروفة ففي مايو الماضي تم الإعلان رسميا عن عودة تمسيح النيل لدور الأضواء والشهرة بعد التساع الفارق مع أقرب منافسي إلى أربع عشرة نقطة ولم يتبقى سوى أربع جولات ومبكرة استعد تمسيح النيل لدور الكبار جمهير أصوان عاشقة لكرة القدم وتتسم بالروح الرياضية ونتمنى أن ترى فريقها دائما وسط الكبار خاصة أنه أحد الأندية الشعبية في الدور المصري الممتاز ترجمة نانسي قنقر حاجة حلوة جدا جدا أهل أصوان يوحد بيحب يسافر أصوان دايما ويحب يقعد في أصوان اللي بتشوفه في أصوان دايما بيبقى حاجة حلوة عموما خليني بس أقول لحضراتكم أيضا موقف بقية اللاعبين اللي مصابين أو اللي أخبارهم إيه لأنه الدكتور رحمد أبو عبلا النهاردة تحدث عن موقف كهرباء والسورية من المشاركة في التدريبات قال إن كهرباء اشتكى من إجهاد بسيط وفي العضر الأمامية أثناء المباراة إلى جانب شكوى من التواقف الكحل لذلك فضل الجهاز الفني إرحته وعدم المجسفة باستمراره أيضا عمر السلية قال أن اللاعب نفذ آخر مراحل البرنامج التأهيل الخاص به بعد تعرضه للإصابة بشد في السمانة إن شاء الله يعود مع الفريق في الفترة القادمة والنهاردة أيضا غزل المحلة تعادل مع النادي الإسماعيلي واحد واحد وبقية المباريات سأقولها لحضراتكم حالا برضو خبر مهم جدا البرتغالي ميلو بريرا يقترب من رئاسة لجنة الحكام خلفا لكلاتنبرج يا رب يوصل بالسلامة هدينا مستنين كتير منتخب الشباب عنده بكرة مباراة صعبة جدا ومهمة جدا أمام المنتخب الناجيري كل التوفيق لمنتخب الشباب في مباراة غدا منتخب تونس أيضا للشباب يسقط أمام جنبية بهدف أمام أمم أفريقيا بأمم أفريقيا للشباب في مفاجأة كانت كبيرة جدا وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا انطلاق أكبر مؤتمر ومعرض رياضي سبورتس إكسبو بإفريقيا والشرق الأوسط وتكريم النني وحسن شحاتة وفريال أشرف في معرض سبورتس إكسبو وبعض الرياضيين وبعض النماذج الرياضية المحترمة خلال هذا المعرض الكبير كل التوفيق خلال الفترة القادمة آخر خبر معنا أو كل دايما بنختم هذه الفقرة أو دايما بنختم فقرتنا الأولى بهذه الفقرة المميزة صنعة في الأهلي دائما من خلال البيت الكبير النهاردة حيكون معنا محمد كابتن محمد جدالة سباح النادي الأهلي السابق بدأ مع النادي الأهلي من سن خمس سنوات حتى 2014 شارك في العديد من البطولات مع النادي الأهلي وحصل على المراكز الأولى في العديد من السباقات حقق العديد من الأرقام القياسية في السباحة خلال مشواره شارك في البطولة العربية وحقق رقما قياسيا في سباق 400 متر لمرحلة العمومي شارك في دورة اللعاب الأفريقية بالجزائر 2007 وحقق فيها العديد من الأرقام القياسية صنع في الأهلي كابتن محمد جدالة سباح النادي الأهلي الكبير وفاصل وبعد هذا الفاصل لنجمة كبير كابتن ماهر همام في ضيافة البيت الكبير دخلت الأهلي إزاي من وانا بيبي؟ أنا عضو أبا عن جد عن جد يعني إحنا عضاء من زمان من وانا عندي خمس سنين وأنا بتريبي في حمام السباحة في الأهلي من أئمة كابتن محرم الرغب ما كان لسه مسك عندنا فوق في حمام السباحة لحد ما مسك هنا رموديل التنفيذي للأهلي وبعده كابتن مودي مورجان جي عد ناس كتير علينا فطول عمرنا كنا في الأهلي من أول ما بدأنا نشوق طريقنا زي ما بيقولوا من وإحنا عندنا خمس سنين وإحنا في حمام السباحة بدأنا أول بطولة من وإحنا عندنا 11 سنة تقريبا كانت مادليات كنت برضو مش جامد قوي يعني أنا بدأت أنا بطلعت أول مصر وسأق وتكتبت راكب مصر بإسمي في سباحة مربعين ومتنوع ده كانوا أنا عندي 14 سنة أول بطولة دولية تعتبر دي أغلى أغلى مادالية عندي كانت في السعودية كانت دورة إسلامية كان عندي 14 سنة لسه ولد صغير لسه ما عرفش حاجة ما عرفش إيه ما عنديش خبرة ما عرفش إيه لممكن إيه يحصل وقفتي على الستارت أنا مش في كده عمري ما هنسيها إلا آي يعني أببص على الجنبي أطول مني ثلاث مرات أنا نفسي ما كنتش عارف أنا فعل السرطة أنا حعمليه أبص المدرب هو فوق يقول لي انزل عم سبقك مليش دعب لجنبك انزل عم سبقك وسبحان الله هو السبق مشي كأنه مكتوب يعني هو مكتوب أن أنت تكسب السبق أنا كنت خاصة من السبق كنت ماشي تاني لحد آخر 100 متر تقريبا ربعمية متنوع أنا كسبت السبق ده في آخر 100 متر هو تعيب فاخر من 100 متر خلاص مقدرش يكمل وأنا كملت فنشت السبق ده أول الأهلي كان مدعمنا في حاجات كتير أنا كابت المحارم الراغب كابت المبدي مرجاية من الناس دي كانت وفق ظهرينا في حاجات كتير قوي ولما كنا بنحتاجهم في أي حاجة كنا بنلاقيهم موقفين من أول صف عمرهم ما تأخروا علينا تاريخنا الكتب هنا ما عرفناش نهيغر هنا يعني ما عرفناش نهيغر هنا يعني ما عرفناش نهيغر هنا رغم أن أه تعرض علينا في نوادي تانية بس احنا عرفناش نهيغر هنا اللي كان الأهلي بيعمله لنا كنا احنا بنوافق بيه حتى لو كان أقل من بر عمرنا وبصينا مثلا إن أنا هجيب مثلا بطولات هجيب حاجة فأنا مستني لأ أنا عايز الفلوس الأول أو المكافات الأول أو المرتب الأول قبل منزل بطولة لا ما كناش بموصلة كان خالص لأ أنا بنزل بعوم للأهلي عصى بطولة في تاريخي كانت في كنيا سافرنا كنا عاديين أسبوعين هناك أو ثلاث أسابيع شي ما كان اتمرن فيه البسين اللي هناك كل كل أي مجمع حمام سباحة سائع لدرجة كناش نقدر لحط رجليك في الميا منزل نعوم منزل نتمرن الميا بتاعت السابق كان لون أخضر كان فيها شوايب الميا كانش نضيفة الميا كانت سععة جدا جدا يعني يمكن كان فيه بطولة احنا حضرناها هنا في مصر كانت في برسعين كانت الميا سععة جدا برضو بس لا الميا البطولة دي كانت أصعب في جواها مش لقين مكان في المعيشة نفسها الأكل والشرب هناك كان صعب جدا أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضافي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن مهر همم ماذا كابتن مهر همم؟ أصوان أخبارها إيه؟ كنت ألقى قبل المطش يا كابتن؟ صرح الآن الألق اللي هو بيدي لك ثقة يعني عاز أقول وأنا كنت بطمن جماهير النادي الأهلي وممكن وأنا كنت موجود معك ما تقلقوش يا جماعة أنه كنت أولاً اللعبة دي لعبت رجالة صحيح؟ لعبت النادي الأهلي بيحسوا بالجماهير بشكل برجل ده فيه تواصل بين الاتنين فعلاً بصراحة يعني والتواصل ده بيبدأ جميل النادي الأهلي أول ما بيحس إن فيه إخفاق غفباً عن اللعبة وإحنا عارفين أسبابه إيه؟ حتى لو برضو بعض اللاعبين عندهم مشكلة فبتعد يعني بالضبط حتى لو يوم مش نوفق وسبحان الله وقلنا يمكن أسلام أكتر ممرة حتى في أجيان نحن دلوقتي يا كابتن؟ دلوقتي فرينا ما دخلني؟ قلت لي إيه ده؟ لسه داخل اتنين واحد كانت اتنين واحد وكابتن مار بنتكلم على مباراة ليفر بول وريال مادريد وكابتن مار داخل عليا وإحنا شغالين الماتش بنتفرج على الاهداء اتنين واحد لريال مادريد بالضبط؟ اتنين واحد أنا أسف لليفر بول دخل بقت اتنين اتنين إزاي؟ احكي يا كابتن إزاي؟ لسه أنا بسلم عليك إسلام وبعدين شوفت كنا بترجع للجول قال لي سنبك ساب الماتش كله وساب الملعب كله وخبطها في رجل بنيسيوس دخلت في جول وده حرس كبير وحرس دوله وحاجة لكن هي كرة القدم كده إسلام بصراحة في يوم مش يومك لكن إحنا بإحساسنا أسلام وخبراتنا تمال بنتمن الناس ونطمن مهار النادي الأهلي المحترمة لفراحة بتشقى وبثانب بشكل بير جدا اللعبة الرجالة دول فعلا اللعبة الرجالة يعني بيحصل ضغوطات في أوقات غريبة الشكل يا جماعة ننصبر بس شوي ننصبر لأن إحنا كمان عندنا عندنا حزمة من المباريات كل 3 يام فأمور مستهلة صحيح فاللعبة دي جاية من السودان نزلة على أسوان تتمرين التمرينة وبعدين لعبة تسعين دي يعني يعني قصة أنا بسميهم من رحالة بس الله يعني حتى ما بنحقوش يعني يستمتعوا بالمكسب يستمتعوا بالفرح تمالي محتوطين لعبة النادي الأهلي تحت ضغط ودي سنة الحياة هو النادي كده نادي بطولات ال 115 سنة دي مش كلام تتقال صحيح النادي القرن ده كلام ما بتقالش كده ألقابه خلاص لا فعلا النادي الأهلي مؤسسة كبيرة جدا ومؤسسة رياضية على أعلى مستوى بالنسبة الأسيا وأفريقيا وإحنا شفنا يعني في كل حتة زي ما أنت قلت أسلام كل حتة النادي الأهلي بيروح عنده شعبية كبيرة جدا جدا من الجمهورية إحنا ما كناش بنبالغ لما قلنا 70 مليون و 8 مليون دي حقيقة لأن عارف يا أسلام عايز أقولك حاجة الأجيال كلها اللي طلعة طلعة شايفة العلم الأحمر شايفة البطولات شايفة الإنجازات صحيح الملايين طبعا ملايين بشكل كبير يعني طيب كابتن ميل برضو يعني نرجع لبقى لمباراة أسوان حيكت كده كتك تكلم عن ما قبل المباراة طيب شفت المباراة زي النهاردة من أحلى الأشوات الأسلام اللي تلعبت خلال الأسبوع الأخير أو بداية الدوري عارف تحس كده أن اللعيبة بترد بلغة الكورة بترد الاعتبار صحيح الناس اللي ممكن تكون بتشاكك لا خد بالك لا إحنا لعيبة فعلا محترفين وإحنا لعيبة فعلا مميزين وإحنا لعيبة قادرين إن إحنا نصنع الفارق فأنا بعتبر الشوت الأولي شوت يعني شوت من الأشوات المزاجة جدا في كل حاجة في الانتشار في الجملة التلتكية في أحراز الأهداف لو هنمسك هدف هدف أسلام تلاقي الجمع اليمين طبعا كانت نشطة وكمان حسين الشيحات اللي أنا بحييه بصراحة حسين إسلام من قبل مروح الدورة وهو مركز لأنه هو كاس العالم الأندية عارف إن في كاس العالم الأندية بيتبهن مجمويته بيتبهن أداءه يعني فحسين عمل أسستة بشكل كبير جدا في التلتكوار حاجة تفرح يعني واضح أن نادي الأعلي نادي مستر كولر من البداية فعلا الدوافع على عدة النادي الأهلي وروح للفنان الحمرة وإصرار اللعيبة على المكسب كان باين من بداية المباراة فعشان كده انت بتحس المباراة من أولها يا إسلام لا النادي الأهلي جاي النادي الأهلي لأ النهاردة هيكسب بصراحة وأحلى حاجة سواء جمهور أسوان أو جمهور النادي الأهلي اللي من أسوان حاجة حلوة جدا النهاردة شكل الأستاذ بصراحة يفتح النفس وما حصلش بكده خد بلك يا إسلام بص الحلاوة كابتلي بص الحلاوة في مباراة الأهلي بس وأسوان الأستاذ ده فعلا بيحمر كده ويحلو كده في مباراة الأسوان والأهلي قبل كده هي حاجات ملموسة إسلام صحيح في ألفين ثلاثة بالكتير أول لكن النهاردة حاجة كل كفر وكل ناجع وطبعا أسوان محافظة معروفة عنها أن هي شعبها كله أهلاوي شعبها كله يحب النادي الأهلي وبيعشق النادي الأهلي على رغم برضو من أسوان له جمهور كبيرة آه لكن أهلاوي أول 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 من جل الأحمر يجي يبدأ العالم الأحمر يعني يخبرك العالم الأحمر موجود معاهم برضا طبعا طبعا فدي من ضمن الحاجات النهاردة بصراحة آه وبعدين شكل الملعب إسلام بالجماهير بيفتح نفس اللعيبة صحيح يعني اللعيبة النهاردة ناتيكة الجماهير الجميلة اللي جاية بتشجع من قبل المباراة وبتشجع في كل كورة حلوة بتتلعب وكل أداء مميز بتعمل صح يعني حاجة حاجة تفرح يعني صح وعشان كده النهاردة اللعبة ردوا في الملعب وأثبتوا للناس لا يعني كيمة النادي الأهلي كيمة كبيرة اللعبة دي من أفضل اللعبة اللي موجودة زي ما قلنا في أفريقيا دائما دائما حضراتكم بتقولوا الحقيقة يعني بصراحة وحسان بقى النهاردة يعني مبتع جاميري النادي الأهلي آه الأسست اللي عمله إسلام شوف 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 سرعة الانطلاق من من تحت الفوق الإنتشار بتاع العبت النادي الأهلي أيه كيمة الجاري بصراحة يعني النهاردة تحس إن العبت النادي الأهلي خفيفة الحركة آه آآ آآ الكثافة العدادية اللي موجودة داخل الـ 18 إسلام بوس عندنا أكثر من 2 و 3 و 4 موجودين يعني تحس إن العبت النادي الأهلي نزل المباراة من بدايتها لا انا انا حكسب حكسب. اه. وحكسب كمان يمكن بذكور. لا يمكن افتكت ده 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 من ضمن الفرص اللي النادي الاهلي. اقول نهاردة اه زي ما عليك قلت واشوت نامو زجني في كل شي. اه. اه. حي اه. فاعز اقول اسلام. قدام يم نعش المشوت التاني كمان كان فيه اداء اه يعني مستر كولر بدأ يغير في اللعيبة اه كاعاته. اه. بدأ يدي راحات لناس. صح. ويبدأ يشرك ناس اخرى. وكمان نتطمن على السابقات الجديدة بصراحة يعني النهاردة خلدة عم تفتح من البداية. نعم المكاسب. مروان موجود من البداية. وبعدين اه قندوسي نزل الشوط التاني. صح. اه شادي نزل الشوط التاني. يعني كل الولاد اللي احنا يعني الحمد لله السابقات تعقدنا معها. بدأوا تحس بيهم اه من خلال مبراط اسوان النهاردة. لكن التلات اهداف كانوا اه اه مميزين بشكل كبير. اه اه دي ممكن كانت اكبر نتيجة للنادي الاهل بيحققها اه في خلال المباراة اه او ملف الدور العام شوط اه اه مميز باهداف مميزة. صحيح. طيب اه اه يمكن من الصعب يا كابتن ماهر ان اه نادي اسوان مع كابتن امن رماضي يتغلب في ارضه. يعني انت من شهر عشرة او حتى الان لم يهزم فريق اسوان على ارضه اه باستثناء مباراة النهاردة يعني وبالتالي اه اعتقد شغلي رائع من العيبة النادي الاهلية ومن الجهاز الفاني. وطبعا احنا بنحيي ايمن الرمادي اه زي ما انت قلت اسلام مع اسوان عمل مباراة يمكن اكتر من خمس ست مباراة مكسب ودفحت ذاته يعني اه 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 بصراحة بيعتبر انجاز لا اسوان. لا وكسب اندهة كبيرة برضا ايمن الرمادي والسراميك والسراميكا. بالزبط. فالنهاردة اه 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 برضا كلاعبة اسوان مكافحت بصراحة. اه. لكن حلاوة الاهلي و و و و ثقة الاهلي وانتشار الاهلي واللعيبة اه واقف على رجليها. صحيح. واللعيبة جاية عشان تكسب المباراة يعني الناس كانت قلقانة اسوان وكسبانة زمالك قبل كده يا هالطرة حنعمل ايه معاه حنعمل ايه معاه. اه 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 لعيبة النادي الاهلي احترمت الجاز الفني. طبعا. واللعيبة احترم ولعيبة اسوان واسلام بشكل كبير جدا من بداية الموراة. واحنا يمكن نسمير جاب لنا اللقطات كلها لصالح النادي الاهلي. انتشار من بداية العجمة من تحت اه 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 مجامع تشتغل اطراف تشتغل تصويبات على المرمى. ينجي بيصوب اه اه افشا بيصوب اه اه. كله. يعني بصراحة اه. دي ببك من ضمن الحاجات اللي مكلم عليها يا اسلام. ان الكسافة العددية بيت لعد النادي الاهلي. ده عندنا جورا نخش داخل ادي كرة سابتة من كرة سابتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. موجودين داخل التمنتاشر غير الناس اللي خارج التمنتاشر. فده بيأكد لك. لا النادي الاهلي عنده وعنده لسه كمان اه اسلام عنده كتير. صحيح. دي من دم المباريات اللي فعلا فعلا بتبدي ثقة اللعيبة في ملف الدور العام. زي ما انت قلت عنداني السابت وثلاث ماتشات اه اه كل اسبوع. ده كمان اخد بالك اه اسلام. اه بيبعت رسائل حتى يمكن لسان داونز اللي هو حيجينا في السكة. صحيح. ان النادي الاهلي الحمد لله اه يعني بطبيعته النادي الاهلي يرجع للمكانة اللي هو اه متعود عليها. اه اه انا شايف بص بص اسلام تحس ان اسرار ولعيبة عايزة وفي نص ملعب اصوان اصوان النهاردة مش بنقلل من من اداء اصوان. لا اصوان عمل من مباراة جايدة. عمل مباراة مباراة كويسة. لكن خطوط النادي الاهلي انبرت اصوان ان هو يتراجع صحيح. بص ملعبه بشكل بير جدا. الضغط بانواعه. اه الاستحواز بانواعه. بص بص اسلام واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة. بص. اه وتحس ان اه لمسة ولعبة. ايه. اه لمستين ولعبة. اه اه مفيش طمع من لعيبك. كل واحد بيحاول ان هو. لا ضغط كمان اكتل حاجة يعني. ضغط من مجميعه. صح. اذا كان من على الاطراف. صح. بص الانتشار. بتفتح الجبهات. تكتلات. ابتكت ده الجول الاولاني. اه ده الجول الاول ده. ده اللي هفك رص العامل وحسين الشحات استموا وشايفه. يعني من ضمن الحاجات المميزة في حسين. اه. ان الحاجات اللي هي فيها الهاف كروس دي. اه بتبقى اكتر كمان من اوفاللاب. فحسين شايف ان كارابا واقف في المنطقة. صح. صح. نعم. فقدر ينشن على اه اه ضغط من كرة براس ينشن عليه. وكارابا قدر كمان ان هو يعني بصراحة ينهيها بشكل بشكل جميل. كارابا هو اللي فتح المباراة. اه. والهدف الاول يعني هو اللي فتح المباراة الحقيقة. لو تبص كمان من اللي تحت كارابا اسلام هتلاقي اتنين احمر. اه. هتلاقي ابشة وهتلاقي عبدالقادر. يعني عبدالقادر كمان النهاردة. اسلام بيخش الجوة كراس حربة لما كرتب عند حسين الشحات. اه. كان الاول بيبقى موجود اه فاتح في جابهيته بشكل كبير. النهاردة بدأت تعلمات مستر كولر انك انت لازم تبراس حربة تاني. اه. مع اه اه تكملت اه 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 افشة. يعني تكملت افشة كتالت. صح. موجود. فده اذا كان بيدل فبيدل ان فيه النهاردة اه فيه كسافة عددية اللي عدت منها ده فيه اه تركيز فيه اصرار على احراز الهدف. فده هدف من الاهداف الجميل جدا. و جملة كمان خد بالك اسلام جملة. اه. من الجمل اللي اللي عيبا بتشتغل عليها في الوحدات التقريبية بشكل كبير يعني صح. طيب. برضو كابتن يعني النهاردة يعني تقدر كولر ان هو يتغلب على الارهاق. وشارك اكثر من لاعب لم يشارك في مواجهة الهلال السودان. ودي مثل اسلام انه هو كل تلاتيام طبعا الاعداد الزهني والاستشفى اللي بيعملوا مستر كولر والعبته النهاردة حاسين التسعين ديال عبت النهاردة بتجري. صحيح يعني يعني اه اه فيه فيه حرقة خفيفة وفيه نشاط وفيه حيوية. وده الهدف التاني كمان بص اسلام يعني برضك حسين يعني قدر يشوف عبدالقادر جاي من تحت فراح نصلح له الكورة. ايوه. بشكل كبير عبدالقادر في وسط يمكن تلات اربعة لعيبة اه اه بالفانيلا الزرقة اه بيمتص الكورة في سيكة الجول وبعدين بيصوب تصويب مفاجئ. صعب جدا ان حارس المان ما يقدر يشوفها او يقدر يعملها حاجة. صحيح. اه الجومة الجميلة فيها اسست وفيها اه عدم انانية وازاي ازاي بيستهيلوا على بعض. ام. مابوس حسين. عبدالقادر في سيكة الجول وبعدين تصويبه في الزاوية البعيدة. هدف من الاهداف اللي بقول لك بيشتغل عليها في في العادات التدريبية بشكل جيد. اه. بيقدر ينفزه النهاردة. يمكن كل الجمل نفس الكلام حسين. وبعدين افشة بقى كمان اللي اللي بدأ يزيد داخل الصندوق. افشة يمكن دي رابع خامس مرة اسلام يبقى موجود جوه الصندوق. صحيح. وده ازاي كان بيدل فبيدل ان بقى افشة كمان بيحاول يطور من اداؤه كصنع العاب. ان هو كمان يبقى اسست. وكمان يبقى راجب بيحرز اهداف بشكل جميل. وشوفنا يمكن هدف التالت كمان في جملة جميلة. عشان يعني النادي الاهلي بلغة القرى بيقضي على امال اسوان. بيخلص. اه بشكل كبير يعني. طيب الاهلي النهاردة وافوزه اعتقد له دفع معنوية كبيرة جدا لمباراة يوم السند. امام صندوق. اكيد اكيد. وعاز اقولك كمان اسلام. لعبة النادي الاهلي بتحب المباراة ازاي السند داونز. ازاي الترجي التونسي. ازاي الفرقة كبيرة. ازاي الهيل السوداني. اه ان شاء الله حنشوف كمان عاجات احلى. من اللي احنا شوفناها في الشوط الاولاني في مباراة السند داونز. اه. وطبعا جماهير النادي الاهلي اللي بدون موجودة اسلام بتدي دافع كبير جدا جدا للعيبة. اللعيب بيبقى عام زي الممثل في المسرح. لما يخش انه في عشرة تلاف. وان اعرف او سمعت ان ممكن يكون في مرات السند داونز ممكن يكون الحدد الجماهير. عش تلاف. يوصل عش تلاف. اه. وفعلا لا تقرروا هذا الامر. اه. ده حاجة حاجة جميلة بتدي ثقة للعيبة بشكل كبير. انا كابت ان في سند هيبقى اكتر كمان يعني. ليه لا. ما عرفش طبعا لكن الامور الامنية دي بيبقاش في ادينا. لكن في النهاية لما لقى الاستاد السلام مثلا لو هو ساعته اه تلاتين الف ولا اربعين الف. النهاردة لو في مباراة زي سند داونز دي لو اتلاتين اربعين الف موجودة هتفل كتير جدا مع اللاعبين. زي ما حضرتك شوك النهاردة. بزاق اصوان و اكبر دليل. اكبر دليل. اكبر دليل. فحيح. انا عرضة. لو لو العدد ده ان شاء الله في مباراة سند داونز. اه. ان شاء الله بزنينا اربع مين انا بقول لك حتابة نتيجة إيجابية بالنسبة للأهل بشكل كبير يا رب إن شاء الله عموما خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل كلامنا عن مباراة الأهل وأسوان ومباراة الأهل وصدرات أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين الكابتن بردو النهاردة الشيناوي الحقيقة ودوره الواضح مع الفريق الشيناوي إسلام بقاله ثلاث سنين فعلا يعني رقم واحد مش في مصر بس فأفريقيا يمكن استنى فاتل كافية تكريم للشيناوي صراحي يعني لأ الشيناوي نضج تحس إن فعلا يعني يعني كابتن كابتن بر الملعب وداخل الملعب وكمان حرقته على لعبته وغيرته على لعبته و ما يحبش حد يأذي لعيب من لعبته يعني يعني أنت عارف عنده شهامة والجدعامة والرجولة وبعدهم قائد دول 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 رجالته دول حبيب دول أصحابه لازم حبي عليهم واجب لهم حقهم كمان لكن طبعا أنت عارف الحق اللي احنا طول عمرنا متعودين عليه اللي هو يعني لكن بيحصل في المباريات بتاع اسلام بيبقى فيه حاجات خارجة عن أرادة اللعيب يعني لكن النهاردة الشيناوي بصراحة ثقته كمان عشان عنده ثقة في أداة وثقة في نفسه وإحنا بنتكلم برضه كده يا كابتن إنها دي رحلة عودة لعبة النادي الآلي أو الجهاز الفني طبعا واللاعبين من بعد المباراة وحتى الوصول للطائرة وإن شاء الله نجيب لحضراتكم كل هذه فضل فالشيناوي عايزة أقولك اسلام بصراحة لا غنى عنه وبعدين الشيناوي يعني إذا كان فيه خطأ حصل أو خطأين حصل لكن النهاردة النهاردة وفي أسرع وقت بيرجع لطبيعته لثقة في فريته إزاي بيحمي مرماء ضربة الجزائي كانت ممكن تغير خد بالك من شكل وإن تيجي وإداء المباراة طبعا فالنهاردة راح معاها وكمان إيه يعني الرشاقة والمرونة والثقة برجلية يعني شاء الله الكورة برجلية فدي حاجات من ضمن الحاجات يعني وراجل داخل الآن الآن مش ناوي يعني فدي حاجة من ضمن الحاجات كمان اللي هو أتقانها بشكل كبير جدا اللي هو توقعاته في حيث ضربات الجزائي اللي عن نادي الأهلي بيقدر بشكل كبير جدا هو يصدها ودي بتدي لك ثقة كمان ليه هو بتدي ثقة للعيبة والرجوع المبرأ في أسرع وقت آه طيب برضو احنا بنتكلم مرة أخرى دي طبعا رحلة عودة لعبة النادي الأهلي الحياة لكم فانهما رحلة أنا بسميه رحلة من هنا الهنا 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 ودائما قناتنا للأهلي متواجدة في كل الأحداث زي ما حضراتكم شايفين بننقل لحضراتكم كل الأحداث الخاصة بكل الكواليس بلعبة الفريق زي ما حضراتكم شايفين طبعا وصول أو محمد الشناوي بعد نهاية المبرأة كل اللعبة بتركب الأوتوبيس وإن شاء الله تصل إلى المطار وما وصلوا بالفعل المطار حنوالي مع حضراتكم كل ما يخص باحتة الفريق بربك أسلام من الحاجات الجميلة المميزة لكابتن الفرع الشناوي أنا متأكد الشناوي بعد المبرأة اجتمع باللعب وقال لهم نقفل الملف بتاعة دور العام وحنبدأ نفتح ملف آخر أفريقيا سانداونز فدي من ضمن الحاجات الخبرة هنا صحيح والثقة هنا فتخيل اللعبة دي هتطلع بقى دلوقتي على الباص كل التركيز في سانداونز يعني منحضر قبليها بثلاث يام كلام حتى مستر كولر أكيد حقيقة بيصب على سانداونز المبرأة اللي جاية كابتن محمود الخطيب كرئيس بحثة كان موجود معهم كمان فأسوان أكيد اتكلموا أول على ملف أسوان ملف الدور العام ثم آفل الملف وبدأنا نتكلم على ملف سانداونز عزوالك أسلام ما بيلحقوش يريح يعني النهاردة باص وبعدين المطار وبعدين المطار ينزل للقاهرة يعني يعني ما بيلحقش يعيني هو كمان بيرجع البيت يتطمن على أولاده تطمن على أخبار إيه وإيه وبعدين يخش يبدأ اللي بعده على طول على طول يبدأ يركز فيه المباراة اللي جاية لأنه كمان المباراة اللي جاية أسلام صعبة جدا جدا بصراحة ستة بونت سانداونز وهو عامل حساب للنادل آلي طبعا هو كمان عايز عايز يجي هنا يختف أي نتيجة إيجابية بالنسبة له يجري بيه أه وخيرك لكن إحنا طبعا بالنسبة لنا إن شاء الله رزي الله تلاتة بونت بإذن الله في المرات سانداونز يكونوا من نصبنا وعاز أقول لك إسلام إحنا بدنا سنتين ثلاثة بنعاني كترة المباريات سنتين اللي عمى مرايحتش بأننا سنتين بنعاني في الأدوار الأولانية قبل ما نوصل دور المجموعات صراحة يعني يعني تمالي يمكن سنتين اللي فات كنا نخش تاني مكناش نخش أول لكن إن شاء الله بإذن الله ربعمين عندنا ثقة كبيرة جدا في اللعيبة إنهم المباراة اللي جاية دي بإذن الله ربعمين نكسبها بس أنا بقول لنادي الأهلي إن شاء الله يخش أول مجموعة في مجموعته بين قطنة كاميروني وسانداونز والهلال السوداني النهاردة النادي الأهلي انفرض بصدارة الدولي برصيدة 40 نقطة كابتن ماهر أعتقد دفع معنواية كبيرة جدا وشيء جيد إن أنت في ظل هذا التلاحم الكبير من المباريات إن أنت تكسب وتتصدر وتظلم وتصدر وليك مبارتين أو ثلاثة معجلين أعتقد شيء جيد جدا جدا وده بيطمننا بشكل بير جدا اللي بتطي الدوري يعني في ناس كتير بتقول لك لا الدوري ما تحسامش لا لسه في وقت لا لسه في لا النادي الأهلي أنا في رأيي النادي الأهلي بنسبة كبيرة جدا إن شاء الله ربعمين بالعداء ده أنا شايف النادي الأهلي حيحسم الدوري خلال يمكن الأسابيع الأخيرة بإذن الله ربعمين يعني بهذا الشكل اللي نشفناه من أداء لعب النادي الأهلي في مباراة أسوان تحس أن اللعيبة لا عايزة لا اللعيبة حركتها بيئت أسرع وأخف نعم فأنا شايف مش ألقان على بطولة الدورة عام السنة دي يا إسلام إن شاء الله بزناه حتكون من نصيب النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية من وجهة نظرك كابتن كاف يكون الاستعداد للمباراة القادمة مباراة صندوق وهي يوم السبت بالصراحة الإستعداد من قط اللبس في أسوان زي ما قلت لك دور الشناه ودور الكابتن هيبدأ طبعا مع اللعيبة ويبدأ بقى طبعا يحطوا الخطوط العريضة للمباراة من من غرفة الملابس في أسوان جامعة قفل الملف الدوري العام والحمد لله النادي الأهلي هو الأول والنادي الأهلي لما يركب الجدول صعب جدا إنه ينزل مباراة سانداونز طبعا حيبى فيه جزء استشفى خلال الفترة اللي جاية إزاي نحافظ على لعبتنا ما يحصلش إصابات تعقوق الفريق بعد كده طبعا مستر قولر أكيد عنده فريق العمل اللي بيبدأ يتابع العداد الزهني أو بيتابع تحليل أداء الفرق اللي حيقابلها النادي الأهلي مستر قولر بعد ما يتفرج على مباراة أو اتنين للسانداونز حيبدأ يشوف الاستراتيجية اللي يقدر يلعب بيها الفرقة الجاهزة لعزين المباراة طريقة اللعب التشكيلة الجمل اللي هو بيحفظها لللعيبة طبعا كل ده بيبقى إعداد إسلام ما فيش وقت لكن بيبقى من خلال المحاضرات اللي هي نظرية أو داخل الملعب المواقف لأنه رجل حتى قال أنا بدأت تصلح الأخطاء اللي حصلت في مباراة بالزبط فدي حاجة كويسة وبحاول أن أحافظ على الإيجابيات اللي هي فالنهض الحمد لله ربعا مين فعلا رجل صدق في كلامه النهض الحمد لله مفيش حاجة على تنة خشبات عن نادي الأهلي غير يمكن ضربة الجزاء اللي وفق فيها الشناء وصدها تفرج بقى إسلام في التلت الهجومي نص ملعب أسوان تشوف العادة النادي الأهلي وانتشارها الأهداف جات إزاي جملة تكتيكية كلها مدروسة الضغط على لعب أسوان في نص ملعبهم التصوبات اللي من خارج الثمانتاشر فكل الكلام ده قاله مستر كولر في المؤتمر الصحفي نفذه بشكل كبير جدا في مباراة أسوان وإحنا بنتكلم برضو أكبرت إن ده وصول اللعب النادي الأهلي لمطار أسوان قبل مغادرتهم ورجوحهم إلى القاهرة زي ما حضراتكم عارفين كانت رحلة طويلة من القاهرة إلى السودان بدأت يوم الخميس الماضي وبعد مباراة السودان بعد مباراة الليلة للسودان عودة إلى أسوان ومعسكر لمدة ثلاثة أيام في أسوان لانتهت المباراة اليوم واللعبين أمام حضراتكم في رحلة العودة من مطار أسوان إلى مطار القاهرة مواجهة سانداونز هي مواجهة تقليدية أصبحت تقليدية ما بين النادي الأهلي وسانداونز ولكنها مواجهة صعبة خصوصا بعد أن سانداونز فاز في المباراتين الأولى على ملعبه ضد الهلال السوداني 1-0 ثم ثانية خارج ملعبه أمام القدمة كاميرو ثلاثة واحد هو عمل لك حساب أسلام والآن منك جدا لأنه كل مباراته مع النادي الأهلي هنا الحمد الأربع من كانت مبارات إيجابية للنادي الأهلي هو عارف كيمة النادي الأهلي في أفريقيا عاز أقول لك أسلام من أن بعض المحللين اللي كانوا موجودين في جهاز سانداونز كانوا موجودين في كاس العالم بيتابعوا بشكل كبير جدا النادي الأهلي في الأربع مباريات عازين يشوفوا النادي الأهلي في الحالة الدفعية عامل إزاي في الحالة الهجومية عامل إزاي مفاتيح اللعب اللي موجودة عنده عاملة إزاي وده ده بيساعد المدير الفني بشكل كبير جدا ان هو يقدر يختار طريقة اللعب ويقدر يختار الاستراتيجية اللي يقدر يلعب بيها قدام النادي الاهلي اي اي فكل ده على عينه على رأسنا لكن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله اللي حتبقى موجودة دافع كبير جدا للعيبة دوافع اللعيبة بعد المكسب بتاع اصوان والثقة مش عايزين نقول الثقة يعني عايزين نقول يعني الاسرار والدوافع والعزيمة بتاعة العبت النادي الاهلي اي اللي كانت موجودة في اصوان زي ما قلنا متابعة مستر كولر لسان داونز من خلال مباريات اللعبها الافريقية مع القطن ومع الهلال ازاي بيتابعهم من خلال طبعا يعني احنا شايفين اه في الكلام دا كله يا سلام قد بالك هتلاقي عن سان داونز صحيح يعني اللابتوب بطلع والجهاز حواليه وبدأ الراجل يشتغل بص يعني خلاص با مداش نفسه حتى فرصة يقولك ايه اعبى اريح شوية صحيح وبعد البكرة لا سبحان الله راجل عملي بشكل كبير جدا فطلعت اللابتوب وحواليه الجهاز عشان هو دا اي ما نقول كده الحقيقة اه يبدأ يتكلم على المحطة اللي جاية الافريقية اللي هي سان داونز اه اللي ان شاء الله بذل الله احنا عندنا ثقة في الجهاز بشكل كبير انه يختار طريقة اللعب اللي تناسب هذه المباراة يختار التشكيلة الاجهز اسلام صحيح اه الدوافع اللي موجودة عند الجهاز الفني واللعيبة وطبعا من جماهيرنا طبعا اللي هتساعدهم في هذه الدوافع بشكل كبير جدا قبل بداية المباراة ومن خلال المباراة ان شاء الله وبإذن الله رب عامين التعب اللي تعبوه دا اسلام خد بالك يعني عزو اللي دوافع مش بسيط طبعا كثيرا طراحة يعني واجع قلبي يعني لعيبة يعني فعلا محطوطة تحت استرس بشكل كبير جدا 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 بص طهر بص التركيز اه يعني اه العنين اه سرحانة خلاص بقى انا كسبت المباراة اكيد مليون في المية نهاردة بيفكر في مباراة يوم السابت لانه كيف يلعب في مباراة يوم السابت القادر يعني يعني هيلعب ازاي يوم السابت اللي جاي وكل اللعبة دي عنده سابت المدير الفاني خلاص قبل مباراة اسوان كله كان بيفكر في مباراة اسوان انتهت مباراة اسوان وهم يعني بصراحة لقطات معبرة جدا 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 كل اللعبة تحس ان هام ركزة كإنه قبل المتش اه يعني خارج عفتاح اه يعني حتى وهو بيتكلم في التليفون لكن تحس انه شارد نظره مروان طبعا وابتسامة فيها تفاول بشكل كبير جدا اه كان دوسي كمان رجل احمد اه لعب كويس اسلام عجبك يا كابتا اه لعب كويس اه بصراحة يعني ومباراة الهلال لما نزل استلم وبيستلم وهو بيدور يعني وهو بيلف اه رايح رايح ثقة ثقة عنده ثقة بشكل كبير وبعدين اسست كمان وبعدين بيصوب بشكل بشكل جيد اه اختراقاته بكورة اه 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 وبالغير كورة فيعني ان شاء الله صفقة من الصفقات لسه بإذن الله يعني اللي جاي افضل بشكل كبير يعني اه ازاي كابتا ان اقتنس الثلاثة نقاط في مباراة سانداونز لانهم لو لا قدر الله هتبقى عندنا بعد كده مباراة اه صعبة اه ولكن ما نخشش بقى في حزبة برما يعني احنا مفرجتنا السانداونز اسلامي يمكن على مدارك صركت على المباراتين لا انا اتكلم على المباراتين اه اه اوكي ماشي هم يعني عندهم اه جلوب افريقيا بلعبوا كورة زي بتاعة البرازيل يعني لبسوهم وشكلهم واداءهم هم بيميلوا لقورة البرازيلية يعني فيها المهارة وفيها انك انت تكايف نفسك في التسليم والتسالم والحركة لكن هم عندهم عندهم مشاكل في التهديف اسلامي احنا بدك ما عندهمش رأس حربة اه اسكورة بلهم فترة بيعانوا بشكل كبير اه اه في حتة اه رأس الحربة اللي يكون محطة بالنسبة لهم يقدر يخلصهم في مواقف كتيرة اه زي ما قلت لك هم بيقلقوا مننا اه بيجي بيعمل شوف اوروبا ساعة التسعة بجسط نبضة لكن طوال المباراة هو عارف النادي الاهلي يقدر يكسب في اي وقت النادي الاهلي بيقدر يخلق فرص في اي وقت طبعا احنا بنتكلمة كابتن ده وصول اللاعب النادي الاهلي بعد المباراة الى مطار القاهرة زي ما حضراتكم شايفين بنحاول يعني ننقل حضراتكم لحظة بلحظة باعتة النادي الاهلي عشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين كل جمهور النادي الاهلي يبقى عارف قد اي ان اللاعبة دي تحتاج دائما يعني اي ان لما بنقول اجهاد يبقى يعني ايه اجهاد بزبط ان انا رايح من بعد المباراة اوتوبيس هيوديني للمطار وبعدين اركب طيارة وانزل من الطيارة اروح لأوتوبيس يوديني للنادي ومن النادي اخد عربيتي اروح بيتي الحى اناملي شوية عشان اصحى الصبح اجي التمرين وهكذا هي دي دورة الحياة لأي لعب كرة قدم الحقيقة والضغط الجو فوها اسلام غير ضغط يعني تطير ساعتين ولا ثلاث ساعات طير فوه ضغط ضغط رهيب فاللعبة دي بصراحة اقل حاجة نقول عليها ان هما لعبة رجالة حقيقة ان هما رحالة وان هما يستعلوا ان هما يفرحوا الملايين الجماهير اللي بضعرهم اللي وراهم اللي بيستندهم بشكل كبير جدا ويعني ربنا يا رب يحميهم من الاصابة وان شاء الله احنا هنستمتع بيهم في سانداونز يعني ان شاء الله كمان هيبقى افضل ممارات اسوان يعني اه من وجهة نظرك ان هذه الممارات تكون اهم او يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله انا عايزين بس ناخد ثلاثة نقاط ان شاء الله ناخد ثلاثة نقاط وزي ما قلت لك العبة دي بتحب الفرقة الكبيرة دي المصنفة دي يعني تحب تلعب مع الاسماء اللي هي كبيرة دي عموما يا رب كل التوفيق للنادي الاقل انا بشكرك جدا يا كابتن مهر ان اقولك معنا دايما باستمتع بيهم شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن مهر همام هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الاساتذة الاستاذ اسام شالتوت والاستاذ عبد الحكيم ابو عالم بعد هذا الفاصل اهلا وسعلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين اربعة اتنين اللي صالح ريال مدريد في خمسة وخمسين دقيقة كم ديها تلاتة وستين والنتيجة اربعة اتنين خلوني ارحب بديوفنا في هذه الفقرة الاستاذ اسام شالتوت اهلا بعضرتك والشناوي واحش هنقول الشناوي واحش وحنقول الشناوي كويس وحنقول كل حاجة ازاك اصلا بحكيم ازاك كابتن لسه نزم القطر نعم لسه نزم القطر احنا مش محتاجين قطرات ولا حاجة الحمدلله انا محتاجين طيارات مثلا ولا طيارات اتا شفت المنظر نهاردة يا كابتن نعم شفت المنظر نعم طبعا في كل مكان لا المنظر لا ما شاء الله نهاردة حاجة تفرح وحاجة يعني تبقى جميلة جدا وحاجة تفرحين بس اما حدرك تكمل اقولك ليه تفرحين لا والله لا 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 بعد هذا حدرك عشان الرؤية دي مهمة اه تفرحين يعني ايه ما هقولك بس انا بس كل اللي انا بقوله ان هذه الفترة بالنسبة لنا هي فترة بتوريكت انت لازم تبقى فخور باسم نديك و باسم بلدك و باسم يعني اللي عمله مثلا علي لطفي في الكلام اللي هو قيله النهاردة على الاكاونت بتاعه الشخصي وكلامه اللي انا قلته مبارح الحقيق انا قلته لانه ده الطبيعي ان انت لما تبقى موجود لما انا كنت بالعب باسم النادي الاهلي في اي مكان في افريقيا او مع منتخب مصر او خلينا في النادي الاهلي انت بتمثل اسمك اسم بلدك الاول واسم نديك فعلي لما بيجي يتكلم لازم يبقى عارف ان لو حد زقه النادي الاهلي هو متأكد مليون في المية او استاذ اعصام ان النادي الاهلي حيجيب له حقه في نفس الوقت هو لا يمثل نفسه ويمثل بلده ويمثل هي دي الاخلاق اللي احنا بنتكلم عنها هي دي المسئولية اللي احنا دايما بنتكلم عنها صحيح والاحتراف والمؤسسية وانك انت مش اتدي يعني على شخصك احنا مش في الشوارع او هكذا يتوقع البعض يعني ولست بلاحظة ضعب ليه بقول لحضرتك حاجة تفرحين من ناحية النادي الاهلي بشعبياته والجارفة بجمهوره العظيم اللي رايح وراء فريقه من ناحية تانية فريق شعبي يقابل النادي الاهلي في شوارع المحافظة بجمهوره ايوما استقبال ثم يذهب الى المدرك في صورة مفتقدانها يا حكيم بقالنا كتير صورة انه يشجع فريق اسوان فريق محافظته فريق شعبي واللي من غير كده كرة تلدسر ثم يترك للاخر فرصة التفوق وفي الاخر جود لك هرد لك هكابتن هذه هي كرة القدر طبعا عشان كده المشهد كان رائع تحية الابن اسوان تحية للسيد المحافظ الملعب كان قبها جماهيرية تحية للشعب العظيم تحية للشعب العظيم الحتة بتاعت الجنوب الجميلة دي حاجة بصراحة حاجة تفرح عشان كده لتلك تفرحين يعني مظبوط ولكن دائما يا عبد الحكيم انه الجمهور هو الفضل بعد ربنا دائما بيكون للجمهور مصرا كابتن اللي حصل 4 اثنان 5 اثنان 5 اثنان مصرا كابتن الصورة النهاردة تباين لك رسالة رسالة مهمة جدا في الوقت اللي انت بتروح فيه لتشكيك بيتشكك فيك بيتشكك في جماهيرك بيتشكك في شعبيتك بيتشكك في حاجات كتيرة جدا انت الناهاردة الصورة بتغنى عن اي حاجة المنظر في الشوارع المنظر أنا أحكى لحياتك واقعة أنا كنت على ما أتذكر لكن بداية الألفنات كان نادي المينيا بيلعب فيه أصيوت كان نادي المينيا في الدوري وبيلعب فيه أصيوت فكان قتيل واحد بس في أصيوت فكان نادي الأهلي جاه أنا فاكر المنظر إحنا كلنا كنا راحين قدام الفندق عشان نشوف لعب من لعبة الأهلي نفس ما حصل في أسوان بالضبط الجماهير المستنية الأهلي دي صورة بترد على كل الأكاذيب اللي كانت بتقال الشعبية والجماهير وأصلي مش عارف إيه وأصلي إنت لك عداءات وأصلي إنت مش عارف مين أنا شوفت ده أنا لسه كنت بحكي أنا شوفت ده وأنا في الملعب ده حين أمور أسوان بيرمي عليك البنبون والشوكولاتة والمتاع والتماشي أه والله العظيم وبعد كده جزء كمان منها كابتن إسلام لو تسمح لي الصورة الحلوة اللي رسمها هنا الدور بقى دور النادي الأهلي بعيدة عن الكرة والمسؤولية المجتمعية المسؤولية المجتمعية اللي عمله الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة الوزير العامري فاروق دكتور محمد شاوي دي قال لك يا راجل درح المستشفى كده إزاي يعني إيه ده قاله إيه قال لك درح المستشفى كده كده إزاي يعني إيه كده مش فيه ما هترده أي كده وخلاص أي كده وخلاص لأ دورك في جزء إيه الجزء إن انت روح مستشفى زيه مستشفى الدكتور مجد يعقوب اللي بتخدم مصرين كترة جدا وناس عرب وناس أجانب دورك إن انت هنا تبقى النموذج والقدوة الانديات التانية بعيدة عن الرياضة أنا بتكلم هنا بعيدة عن الرياضة النقطة التانية لما راح كابتن الخطيب وبرفس الوفد قبله محافظة أسوان يمكن الخبر مبارحة نشر عن موقع الرسمي إن نعمل فيلم تسجيلي عن محافظة أسوان ما ده دور من أدوارك برضو إن انت تروج لبلدك وتروج تبقى صورة لبلدك بعين عن شقة الرياضة كمان ده دور الصورة المشارفة بتاعة النادي الأهلي القصة مش كورة النادي الأهلي ما هوش نادي كورة ونادي رياضة بس لأ لازم لك أدوار تانية لازم تبقى أنت بالفعل تؤكد كلمة القوى النعمة واحد من أهم القوى النعمة لمصر ده دورك إن انت تبقى سفير كويس جدا تقدم مصر بالصورة كويسة جدا تطلع مصر من وراء ده الجزء للأهلي دوره بيطلعوا إيه زيارة دكتور مجد يعقوب أوعى تفتكر يا كابتن السلام لما حضاك زائد للزيارة مبارح هنا العالم العرب ما تفرجش على الزيارة بتاعة الكابتن الخطيب لا تفرجوا والناس شافت لما تروحوا تقول تعمل فيلم تسجيل على محافظة أسوان والسياحة والأسار المنظر بتاع الجماهير النهاردة ما هو كل دي صورة حلوة الصورة الحلوة مش جوال ملعب بس لها حاجات برق ده دورك كنادي أهلي وقناة النادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي إنك تقدم ده المصر فالصورة كلها حلوة بعين عن المكسب يعني تكسب لك ما كسب كتير جدا إنك جربت لعيبة إنك في لعبة ريحتها كل ده نتكلم فيه لكن الجزء اللي بره ده الأهم اللي الناس لازم تعرفون النادي الأهلي ده دوره مش جزء اللي هتشوهه فده اللي هيحصل مش جزء اللي انت خليك شوه زي ما انت عايز قول زي ما انت عايز ده بتقول أي كلام يعني اللي بيتكلم كده بتتكلم أي كلام مصر حدش فهمك خل خلي بالك يا سوز عب حكيم الناس بدأت أو مش بدأت الناس فهمة أو جمهور الأهلي خلينا اتكلم عن جمهور الأهلي جمهور الأهلي يعي تماما إيه اللي بيحصل من غير ما حضرتك تتكلم من غير ما درسالة ربنا يا كابتن اللي حصلت الشارع النهاردة صحيح درسالة من عند ربك تقول لك بص ده البرهان ده انت مش محتاج بقى لتقول لجمهاريت مش عارك من أكبر ولا جمهاريت ولا فصنت شعبيتك والسنتج انتهى المقاييس إزاي المقاييس هو انت روحت وانا روحت انتو لا لا تعرف المقاييس إزاي وحضرتك في العربية أو في القطر اللي انت كنت بتركبه اللي مازلت اللي انت جاي منه ده قعد في المكان اللي انت فيه معاك كم واحد مية العربية ستهمي هتلاقي خمسة وتسعين شوف كم واحد أهلاوي وكم واحد غير الأهلي في أي مكان يعني عاصدي أقول لك انه أدراتي كان بيقول أنه نزل من القطر جماعة محدش ينسى بقوله من خمس سنين على أقصى تقدير فصل فيه أربعين تلميذ من أهلاوي في تمانية وتلاتين مشان اللي بقول بقى كابتك ملعب حميد مين زمالك لو عضو مجلس دارة الزمالك صح ونجم مصر يسيد وكل الحاجات طبعا طبعا يعني القياس مع الفارق ثم تأتي عدلة السماء ليلا فنيا بقى علشان يشوفه ألوسن بيغلط ويشوفه كورتو سبحان الله بألوسن وكورتوة صحيح لا محكمات ولا 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 قد يكون هناك كلام عن فقد تركيز للحظة لكن إزاي عن كتلة أعمال بتكلمني في نتاج نجوم كبار لذالة لديهم ما يقدموا لفرقهم حتى الآن صحيح إيه اللعبة اللي بتتلاب دي وفعلا بعد ربنا سبحانه وتعالى سلوجن الجمهوره دا حماء مهمة أوه يا جماعة قول يا سيدي صحيح لكن أوه حد يهديك سكة تانية يا جمهور الأهل خالص صحيح برضه أستاذ عسامي أستاذ عم حكيم عايز أسألكم النهاردة لأنه حنروح منه الموضوع آخر كابتن محمود البنة النهاردة أعتقد قد مباراة جيدة تقريبا محمود البنة لازم يبقى الأول يعني بحلوه وبعده مره لازم بقى الأول في القائمة هو دايما عنده حالة أنه بيخرج بالمباراة بشكل أفضل من غيره بكتير وبالتالي ربما ما شفناش بس غير بعض الحاجات اللي هي تعدي يعني اللي ممكن إيه انذار ولا تحذير لأ يعني هو كابتن محمود أنا دايما نقول كده واحد من أفضل الحكام اللي موجودين في مصر ولكن عنده أخطاء ولكن غير مقصودة أه وانت قلت هلنا مرة وإحنا بنتكلم لغة ضادة طالما على الجميع بزبط كده لكن ما تبقاش جاي وانت حاسس كنجم أو لعب حتى كروي وانت عارف أن الراجل ده جاي النهاردة في حاجة في حاجة عايز يعمل شو عايز يعمل منظر عايز بتاع واللي عاوز يبقى لا يتمنور واللي عاوز يبقى متغدر واللي 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 الكثير والكثير عشان كده لا هو الحقيقة واللي ألبه بيد ما أنا بقول لها هو الحقيقة راجل واللي روح بالبطول بيشتغل في الروح والاحتواء صحيح بس كابتن محمود بن طبعا لا خلاف عليه إنه حاكم كويس جد بس مبراكة سهلة عليه لا بغض النظر المبراكة سهلة ولا صعبة يعني لكن في النهاية هو لما تيجي تتكلم مش المبارادي عموما أنا حتى قبل المباراة طبعا نحن مختلفين وحاجة كويس قلت إنه هو واحد من الحكام إن لم يكن الأفضل فواحد من ثلاث أفضل ثلاث حكام موجودين في مصر وحتى لما بيخطئ قدام الناد الأل بنتلع منتقده ولكن أنا ببقى متأكد وأنا بنتقده إنه هو خطأه غير مقصود غير متعمد هو بيبقى غلطان لأنه ما شافهاش ما رجعش أو هو شايفها إن هي جون وهي مش جون مثلا يعني العوامل بقى المساعدة ترفع من قيم زي البنك كده حكيمة اللي هي بقى فكرة إنك تجيب آخر فيرجن للفار أو الفيديو وثم تقاهل كمان بتقى الفيديو يا جماعة مشهد يعني في بطولة أمم أفراكة للشباب ثلاث محكمات نسائية وإحنا مختلفين على الرجال يعني هاوي يعني إزاي يا جماعة كملوا الشغل ده من فضلكم صحيح ده مهم جدا طبعا طبعا سوز عبد حكيم برضو النهاردة كان أو من مبالح الحقيقة فيه أخبار عن أن هناك خبير بورتغالي هيكون متواجد لتطوير لجنة التحكيم اسمعنا برضو برييرا تقريبا نحن بقنا تسعة وتسعين ألف سمعنا على رأي عادل يقول لك ألولو ألولو مين نفس أعرف مين مين اللي قال ده ألولو والله إحنا منتظرين يعني أنا عن نفسي أستنى أتمنى أن يجي النهاردة خلي بالك أنه ده البرتغالي الثاني غير الأول لأول ما ألولو أول ما ألولو ما كانش ده أول ما ألولو ما كانش ده وكان هيبه مشهد بايخ كان دوارتي جوميز هاي وكان هيبه مشهد بايخ أوي وصعب أوي لأجل لم يذهب أينما حتى حجرة لجان تحكيم هو بس حكم صاحب ناس والناس كلموا ناس وحاجات كده ومؤتزل قريب هو السيرة الزيتية بتاعته كويسة لا هو اللي كان نا بريرا أنا هو كابتن أكابتن أكابتن أصاب لا 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 أنا أدوارتي لكن نا بريرا صرته كويسة صرته الزيتية كويسة يعني هي القصة برضو ما تفتبش بالسيرة الزيتية ماشي القصة يعني موكليتنبرج ناس كتيرة جدا بس الحد الرجل ما ميشي كان بعيد شوية ما بيردش على تلفونات ما بيستغلش حتى لو عنده أخطاء طبعا مليون في دمائن فيش حد النهاردة مطش مطش ريال مديده وليفربول كان صند بنتخل كان بيتكلم فيه أخطاء يعني الأخطاء دي موجودة الأخطاء دي جزء من كرة القدم حتى لو حطيت عهم المساعدة الأخطاء موجودة لكن ما كانتش برضو زي لحظك قلت ما كانتش بيتعمد مفيش تعامل أكلية أمريكا عنده أخطاء ما كانش بيتعمد الأخطاء نتبقى أن اللي ييجي ده ما يردش على تلفونات وما يتواصلش مع التلفونات وما حدش عارف يوصل هم مش هيرد عشان ما بيتكلمش يعني اللي بيكلموا بيتكلمش مورد يكون فيه مترجم برتوغال يعني يتوصل يعني ماشي ما نشوف يعني خلي أيوة خلي التجربة خلينا نمتظر لكن على الأقل الرجل حط يده في لجان يعني لا عنده عنده يا جماعة صحية طيب خليني برضو ننتقل إلى موضوع آخر يا أستاذ عصام موضوع الشكاوة التي قدم بها النادي الأهلي مبارح للكاف وللوزارة الخارجية وللمجلس الأعلى لتنظيم الأعلام أعتقد أنه ويكون فيه قرارات لأنه تحمل الأهلي يعني فطورة عالية جدا لفكرة الأشقاء وهي تستحق الحقيقة لكن من قال أن كل المرقة هلاليين أو كل المرقة سودانيين ده من الصحيح عشان بس هناك الكثير والكثير بيننا وبين الأشقاء نحافظ عليه لكن الخارجين عن النص مش حاجة اسمها شقيقي وشقيقة وبالتالي حتى التأخير عرفت أنه كانت عمود الخطيب ما كانش نقل له وشاهده مع المجموعة علشان يخرجوا بده وحسن فعل كمان إنه دي الأهلي أن رفع إلى وزارة الخارجية لدي ده جوزة أصيل وأن السادس سفير كان موجودا ويال الأسى أن السادس سفير في الخرطوم يتم أيضا التجاوز في حقه وهذا لها لق أبدا بالإخوة بقى والأشقاء السودانية هاي سوزة أبعكي طيب طبعا هو إجراء كويس جدا وأنا وجد نظر إجراء تأخر منذ المرة الأولانية يعني بص خلنا نطلع شوية كلمة الإخوة ولو الحاجات دي تمام مش مختلفين عليها دي في الأول أخ كرة قدم مش عايزين نطلعها بره السياق بتاعها يعني أنا مثلا لو اشتكيت الهي اللي معناها أن أنا ضد الإخوة في ستالها طبعا الموضوع مختلف الكرة حاجة والعلاقات حاجة تانية خالص بس تعرف التعصب والأفكار اللي بتبقى موجودة بتودي لكده على طول بص يا مشكلة المشكلة بتجي من عندنا من جوه سدان والله إنت لو دورت على الأزمة لا طبعا الأزمة من جوه مش من بره صحيح أنا كنت حاضر نطش التراجي اللي كان في 2017 2018 2018 العزمة كانت جاي من هنا صح مش من هنا صح بدليل علاقة تبقى مع تونس يعني مع الانديات التمسيق على أعلى مستوى والمغرب برضو نفس كلام والمغرب طبعا الأزمة بتجي لك من جوه إحنا كنا بنانتقد فوزي لقجع على موقف كان خده ولكن الراجل ده واحد من أكثر شغال بلده شغال بلده بشكل جيد جدا حقيقي إحنا هو حتى كنا بنانتقد وكن بنقول ليه في نهاية الجملة وإنت نفسك أنا شوف تلك كزا وعند بتقول ليه هو حقه برغم كل انتقادنا هو حقه يدفع عن حوال الانديات ما هيخلاها ليلة يعني لا تمر بالسهل إلا على جبليتنا دي لما قال لهم طب انتو مقدمتوش ليه صحيح ما هيخلا ما هيخلا ما هيخلا ما هيخلا انت حدا كان فاكر كويس جدا قلت برغم كل بنقوله ده من حقه يدفع عن عنديات بلاده زي ما احنا عندنا مسؤول اللي مفروض دفع عنديات بلادها مظبوط كده صحيح فالأزمة اللي عندك من جوه الهلال السوداني عمر في حياته مكمل من أها الأزمة ارجع في الأزمة اللي كانت عشرين وعشرين على ما أعتقد كانت برضو الكلام من هنا من أول مبارح الكلام كله من هنا والموضوع من هنا فالشكوى أن وجهة ناصر تبقى هنا ما تبقاش برا لأن في الأخير الهلال ده بيبقى رد فعل وإحنا للأسف أنا برضو في حاجة مندهش دي يا كابتن استاني هو إحنا ليه الإعلام بتاعنا ليه الإعلام بتاعنا وانت كان حضاك ترمية تكلمت فيها قبل كده ليه الإعلام بتاعنا بيفتح الهوى للناس اللي برا هل إحنا حد بيفتحنا الهوى برا عايز تفتح يفتح بس رد على فكرة يعني على فكرة أنا ما عنديش مش أنا بقولك هو على الهوى إيزا يا كابتن أنا هقولك هو لما يبقى معايا نائب أو رئيس نادي الهلال أو نائب رئيس نادي الهلال أجيبه حاجة كويسة ولكن أنا لما يقول لي واحد أو مثلا لما يقول لي إيه إحنا محدش عمل كده مع علي لطفي مثلا يعني أقول له لأ حضرتك هتعكمل مع علي لطفي كذا وكذا وكذا وإنت بتقول إنه مفيش جماهيد لكن إن أنا مردش خالص يا سوز عب حكيم لا لك كابتن حضرتك في قناة الأهل هو مصبوط نفترض بعيد عن أي حاجة برامدز بيلعب أهو خلنا بعيد خالص عن أي حاجة برامدز بيلعب فيه كون فدرالية وبيلاعب فريق سي تونسي تمام وطلع النائب الرئيس مثلا الترجي عند حضرتك هنا وانت بتسأله فبيقولك والله البرامدز تتدخل عشان يمنع الجماهير حاجةك هترد تقوله إياه مستحيل ده المفروض الكلمة دي تقالت وتسمعت من اتنين إعلامين كبار للأسف ومحدش نكومنت عليه ومحدش تقول لا أزاي منه هو ده اللي أنا بقوله لك الأخطر الأخطر وده اللي أنا بكلم فيه الاستهانة بقوتنا النعمة زي ما أنت قلت حكيم وكلنا بنأكد ده إنك أنت تفتح لوقف المطلق دون أن تطلب مسؤول سلط كده أو تكون ضمير الغائب ونسمع الجرز ومحدش أولا هل من مسؤول مصري بدأت من السيد الوزير للأخ جمال بوعلام يقدر يطلع أقول النصر والله الوحشين نحن بيجي وقالنا ناس تقول ماذا يحدث الكرة المصرية إيش جرالكم يعني في لا ما هو المعاملة بالمثل ولا حد هيفتح لك يا هكتب ولا حد هيفتح لك أنا بقول لك لما الأستاذ العصام بيجي يتكلم على أستاذ حكيم وينتقد أستاذ حكيم وأنا ببقى قاعد وأستاذ حكيم ده أنا بأخد لا أنا برد على أستاذ العصام والأستاذ العصام أنا بنعملها بيجي أنا أعرف أنه ده ضمير الجار ما ده أنا أتكلمك عليه أنت فاتح الهوى ده يطلع من هنا يخش هنا يطلع من هنا يخش هنا يا رجل ده جاب واحد من أخو رئيس النادي طب قول لي فيه وظيفة اسمها كده في مجالس الإدارات بالله عليك يعني بالله عليك يعني بالمناسبة قياسا على أن النادي الأهل يحترم فكرة العلاقات في المرة الأولى لأنه برضو الحياة كان فيه أعتقد رئيس النادي أو نائبه وقتها خرج معتزرا قبل ما النادي الأهلي يكون مش عايز يأزم الموقف يعني معلش عصي أصام أنا رجل متزمت وكبر من الرجل أنا معاقل أنا معاقل تعال نمشي لأ بعد الأسباب اللي حصل للفريق تعال أنت وقفت المطشين منعت جابة بين جمهوره على مطش أو اثنين أنا كنادي أهلي لا لا حيتعلم يا سيد لا أستعلم هو عطول كلام لا 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 يا كبتن اللي حصل مع بعص النادي الأهلي انت ضيعت من النقطتين يا كبتن معلش تلات نقط تلات نقط تلات نقط إن أنا كنادي أهلي أنا بأرسي المبادئ والقيم والأخلاق أنا مش بأرسي المبادئ والقيم والأخلاق ده كلاهلي أنا مش معطرد على الشكوى تل بالك أنا معطرد على الخرم لكن أنا من حق إن أنا اشتكي لا من حق إن أنا اشتكي كنادي أهلي ما حدش ضد يا كبتن أنا ما قلتش لا أنا قلت الشكوى حتى لو انت طلعت القرار ككاف إني عملتله مطشيني مش هيحصل بعد كده حيبقى خايف بعد كده أنه يعمل أي حاجة من اللي حصلت مع نادي الأهما هو نادي الأهلي خلي بالك هو قدر الكبير برضو هو اللي بيرسل قاعدة هكي لماذا تم فرض هذه العقوبات تم فرض هذه العقوبات لأنه عمل كذا وكذا 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 وخالف للوايح صح؟ فبالتالي أنت كنادي الأهلي كبير أفريقيا فأنت بتقول للناس كلها جماعة يجب أن يتم إرساء المبادئ والأخلاق والقيم في كل ملعبنا يعني إيه؟ يعني لم حضرتك هو أنت مثلا الهلال السوداني لم يجو هنا أنا بقول لك هو لما الهلال السوداني يجي هنا حيتشال من على الأرض شيء طبيعتنا يعني ده طبيعة النادي الأهلي ومسؤولين النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وقيمة اسم مصر اللي بالك طبعا أنت زي ما علي لطفي قال كابتن علي لطفي قال قال لك أنا ما بمثلش نفسي أنا بمثل بلدي وندية ومجلس إدارة بقيادة أنا مقصدش أن الأهلي مش تكيش أنا بتكلم على أنا دلوقتي اشتكيت تمام؟ وطلع أي قرار النادي الأهلي ضعب المطرطة بسبب اللي حصل هو مهور نادي الأهلي السوداني الحكيم بعد مباراة الوداد ضع من ننا كاس أفريقي دوري أبطال أفريقي عمل إيه؟ كابتن محمود عمل مؤتمر صحفي عالمي ساعتها لو تفتكر وقال عايزين تقول لنا كذا وكذا وكذا لما الاتحاد الأفريقي خل المباراة النهائية مباراتين مرة تانية ما هو دي حق من حقوق النادي الأهلي اللي رجعت مظبوط وكبرتوا أكد هو النادي الأهلي متأكد أنه هو هيوصل للنهائي هو الأخرين كمان لا أما كانش هيوصل محدش عارف النادي الأهلي هيوصل أو مش هيوصل والنادي الكابت الخطيب لما كان بيقول كده كان بيقول كده عشان متأكد مثلا مليون في المهن هو هيوصل للنهائي تاني لا طبعا أو السنة اللي بعدها تمنى أن مسؤول الاتحاد الأفريقي لجن المنصق الأمني اللي كان بيكون موجود في المطشاط هو ده الكلام بقى هو يكتب الكلام المنصق لا المنصق الأمني ده على ما اعتقدت لغة دلوقات ما ليش منصق أمني من الكاف لا من الكاف موجود لكن هنا في مصر تقريف مباراة الدوري لا ولا في الكاف كمان أنا أعتقد ما هي منصق أمني الموجود المفروض يكتب الكلام ده في تقريره اللي أنا أعرفه أن الحكم ما كتبش غير وقعة الطبيب دي مش بتاعة الحكم أيوة الآلي والمنصق الأمني هم اللي كانوا يرصدوا وجود جماهير من عدم لا أو كمان التمرين اللي قبلها الكلام ده كله المفروض الكاف يوسع قاعد هتقول لي مطشط كتير أقولك ماشي طب أنت الكاف أنت عندك أرقام كبيرة جدا وعندك رعاة وعندك فلوس وعندك وعندك المفروض التخاصة زي ما بتعمل منصق إعلامي تعمل منصق أمن وأنا دلوقتي لما يجي مثلا يا أستاذ عصامي أو أستاذ عب حكيم حضرتك كنت فتحت هذا الموضوع يا أستاذ حكيم قلت إيه قلت إن إحنا الموضوع من الداخل من نادي المنافس مظبوط أنا لما بيجي لي أخبار أنا عندي مصادري وحضرتك كلنا وكل واحد فينا عنده مصادره داخل النادي الأهلي وداخل نادي الزمالك وداخل النادي الإسماعيلي داخل منظومة الرياضة يعني أنا أعرف حاجة في الإسماعيلي أنا عارف أن أرفع السماع على مسأل سعب حكيم أقول له سعب حكيم في كذا كذا أقول دلوقتي هم بيفكروا يماشوا ميدو مسأل في الإسماعيلي أنا عرفت دلوقتي أنهم بيفكروا يماشوا ميدو ويجيبوا كابتن حمزة جمال تاني مسأل لكن أنا طب ما أنا أعرف أخبار كتيرة جدا عن مدار ما بين المشرف على ألعاب الصلاة في الطائرة في نادي الزمالك والأهلي أكمل بس أنا عمري ما اتكلمت في هذا الأمر لأنه حاجة ما تخصش جمهور الأهلي فأنا أقول لهم ليه أني عند فلان الفلاني في مشاكل وناس كتيرة جدا بتقولي لا لازم تتكلم أنا مش هتكلم في هذا الأمر هو بس كده لا ونجيب قال إيه ناس تتكلم في الموضوع كمان ممكن أجيب بقى تليفونات واجيب الأستاذ عصام واجيب الأستاذ عبد حاكم ونقعد ونفتح طب النهاردة وإنت عندك مصادرك وأستاذ عصام عنده مصادره وكل واحد يتكلم بقى أنا عمري ما هعمل كده عمري ما هعمل كده خلي بالك ليه؟ لأن أنا بتكلم بإسم النادي الأهلي بس هنا بقى كابتن هنا بقى كابتن لازم فيه مكتب إعلامي اللي هو المجلس الأعلى بقى هو ده؟ هو ده نحن بتكلم فيه ده مشكلة بتبقى تفهى في النادي الأهلي تفهى تفهى النهاردة النهاردة لاعب بيلعب في فريق 2003 اللي هو موجود في منتخب اللي بيلعب بطرط المفرق ولا تصعد فريق أول ولاعب عقده خلص مشي طلع بره النهاردة طول النهار وطول الفضياء واحدة هيرب فلان فلان هيرب الحق هيرب هو ده اللي أنا ممكن أتكلم فيه بقى يا أستاذ عب حكيم لأنه زي ما حدك قلت برضو أستاذ عسام برضو ممكن نتكلم في هذا الأمر أنه طيب حضرتك جبت رئيس نادي الرجاء قبل كده وجبت نائب رئيس نادي الهلال السوداني وجبت رئيس النادي الهلال السوداني وأخوه الرئيس الهلال السوداني طيب بعد ما حصل مع النادي الهلال اللي حصل أول مبارح أو أثناء المباراة وما قبل المباراة وأثناء المباراة وما بعد المباراة في حد تكلم عن الأمر ده؟ لا طبعا أهو ده اللي أنا بتكلم هاخد رأيك ولكن خلينا نطلع فصل وبعد هذا الفصل هرجع أخد رأي أستاذ عسام وأستاذ عبد الحكيم في هذا الأمر إلى متى سيظل هذا الأمر ولكن بعد الفصل لماذا لم يتكلم أحد عن ما حدث مع النادي الأهلي بعد أو قبل المباراة الهلال وأثناء مباراة الهلال وبعد مباراة الهلال تجابوهم هم هم عشان يبركولهم شفتش اللي احنا فيه في البلد كده ايه عمي فيه ايه؟ هو النادي الأهلي مدايئ الناس للدرجة دي؟ هو طب هو النادي الأهلي مدلل ولا لا؟ ما تقولولنا بقى هو النادي الأهلي فتى الكاف ولا فتى الشهباء ولا فتى الصحراء حد يعني يا جماعة الكلام بجد لو خدتوا بجد الجمهورة يتوتر واحنا يعني بقى شغلنا زي الشغل اللي احنا رفضينه ده وبتكلم فيه حتى بره الفواصل وان ان انت يابع عندك مجموعة وكتل من المعلومات في صلاة وحجرات وبتاع لكن وانت في حضرة ممهور وقناة النادي الأهلي يجب ان تكون عند حصن الزن واحنا بنرجع بعض حكيم قال ايه لحضرتك؟ قال طبعا لابد من القوى النعمة الاهلوية واكدنا جميعا ثلاثتنا ان النادي الأهلي حين يحرك الميارة كده مش لحسابه هو الاهلي يعرف انه هو كل مرة لكن هي دي الكبارة بيدفع تمانا يقولولنا بقى حلول يا جماعة الحقيقة المستشارية الاعلامية اللي في مصر لازم تقول لنا حلول ونحن ايضا ننتظر رد يعني معالي وزير الخارجية هو واحد من اهم بل الاهم ومن كبار كيادات الخارجيات في العالم مش بس في افراكي هاي السيد زعب حكيم محمد سعيد محمد سعيد زي مننا بس وضح لي حاجة اللي احنا كنا اتكلمنا قبل الفصل من منصق الامن في مباريات الكاف بيقول منصق الامن موجود طيب انا انا بقولك انا فاكر هو هنا في مصر اللي تلغى اه في مباريات الدور طيب لما هو موجود انا يعني شكرا نزمي للمحمد عزيز محمد سعيد بس طيب لهم هو موجود طيب ما كتبش تقرر لي عن الحصر الا اذا كان يعلم ان هناك دي كومنت كتير اه يعني اكيد عمده في ناس عندك من مصر يا كابتن بتتدخل وتغير حاجات وتغير تأرير وتغير لا 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 ما اعتقدش ان الامور دي اصلا خلي بالك يا كابتن اللي ما بيدخلش وانت ضمير الغيب ده بيعجبني فيك اللي ما بيدخلش عشان يغير بيعمل نفسه من بيعمل نفسه من الشاي ممكن جدا انا معك في دي لكن انا برضو هقولك حاجة هو انت لو حد من نادي الاهل بعت في شكوته لو حد قال لا ما ضربوش ما عندكش الفيديو تبعته له لا دي انا عايز اقوله حضرتك كمان انه المنصق الاهلامي ده مش دور قناة الشاكي ده دور الاخوة بتاع اخو اخو رئيس النادي كانوا جابوه يعني بشوف كل الادوار غيبة لانه المجرد انه ده النادي الاهل حضرتك جبت كل وانت راجع على اسواد ما حسينك ان انت رايح تلعب دولة مش بتلعب الدورة في محافظة يا جماعة انتوا بتهرجوا الكلفة غالية قوي لكن سطر الله ومفهومية المصريين ها وما تقدمه المؤسسة الحمراء من خلاص التجارم عميقة هو ده اللي بيفك كل التجارم ديها حكيم صحيح صحيح بصها كابتل بمناسبة موضوع التناول لإعلام اللي حضرتك كنت اتكلمت فيه هما الناس زي ما اللي السيد عصام جاب قال له لا مش جاب المفروض ينشرهم في اللي حصل لا ده جابوا ونبار كلهم طيب هو التعامل لإعلامي ازاي التعامل الإعلامي فيه خمسة او ست سبعة محترفين جنف في شهر تمانية او تسعة او عشرة تمام مشوا لصهم في يناير ونص التاني لسه بيتعالجوا ونص التالت مش عارق مين الإعلام كله ماسك في مين برونو سافيو اللي استبعد اللي استبعد ماطشين او ثلاث ماطشار مش اكتر برونو سافيو اللي جاب جنفه بطولة الإعلام مركز على برونو سافيو مش موجود ليه ده الإعلام اللي نفرض لا أنا مندهش منه لحد دلوقتي اللي انت بتقول لي مثلا كذا فرقة مرضتش تلعب بطولة عربية موجودة عندك في القاهرة وانت حضيك طبعا كنت نعب كله عارفة من بطولة تبقى في مصر بفرصة قدي انك تكسب ومش هنتكلم عن اللي حصل ومش هنتكلم عن اللي حصل جوه الكلام ده اللي ده ما يهمناش كل ده محدش بيتكلم عنه طب تخيل بقى لاعبة انتقلت من الأهل لأي مكان الأهل راح يفوض لاعب عقده خلص الأهل بش عارف مين وفي سبع لعيبة طلع خمس لعيبة اتخذوا من فريق واحد عندك مفيش واحد أنا معك على هوا يا كابتر خلي زمائلنا واصدقائنا يدوروا ان كان حد تتكلم عن الموضوع ده مفيش بنا مفيش بنا مفيش بنا مفيش بنا مفيش بنا محدش تتكلم من أي قناة تانية لا ده احنا بكلم على الآخرين محدش تتكلم وانت مجرد بس ما كنت بتفاوض لعب منتهى عقده منتهى عقده إلحق الأهل اللي بيخطف اللاعب ايه عم فيه ده لعب منتهى عاده وله المفاوضوش بس برضو أنا دايما لما باجي أتكلم في هذا الأمر يا سيد عصام السيد عصام السيد عصام حكيمة عنده حق ودايما بس أنا دايما بحط نفسي ودايما بقول ايه بزود الجل أنا والله بقولها كده دايما ازود الجل دايما من مشات الأهلي أنا بزود الجل لما كنت بلعب في أي نادي آخر ضد النادي الأهلي بعمل ايه بحاول أزبط شعري أكتر أكويل شرطة أكتر أعمل اله مش إسلام بس كل لعيبة مصري بيعملوا هذا جميعا ليه لأن الأهلي هو الكبير لما جاء لعب الأهلي لازم أبقى فل الفل وبالتالي دايما عفوا دايما الكبير والناجح بيحصل معا كده مالو ليه لكن كيف أقف بإقدارتي أولا بفضل ربنا وبجمهور مفيش أعظم وأحلى من كده بصراحة يعني وعندك إدارة واحدة واحدة الأمور بتبان لكل الناس قد إيه الإدارة دي بتعاني من حاجات كتيرة جدا وفي ظل هذه المعاناة إحنا بنوصل لغاية فين وبناخد بطولات قد إيه حيئة يعني حدك بتقول الناس اللعب البطل هو النهاردة أسوان في الأجواء اللي حقا بتكلم عليها لو كسب كنت حقا تطلع تنتقد أسوان ولا تشيط به وتكلم عن عمل أده كويس وحدك قناة النهارة الأهلي لو إيه كنت هتطلع تنتقد أسوان وطول كان أجواء واشواء لا لو أسوان عمل مطش كويس كنت هتطلع أقول إن أسوان عمل مطش كويس طبعا طبعا ليه لأن الأجواء كلها كانت حلوة كان مطش نموذجي الحكم حتى لو كان في الأخطاء كان كويس جمهور كان كويس استيبال كويس المطش كويس جدا كل حاجة حلوة تمام فأنتم عندكش مشكلة أهو قناة النادي الأهلي إن لأي فريق يلعب النادي الأهلي أنت هقول إن الأسوان يستحق وسقف له وعمل له كل حاجة دي كبارة النادي الأهلي يا جماعة ما هي دي النقطة أنت حاجة بتقول ليه اللي قابل البطل لازم يكون طبعا من حقك وعلى فكرة من حقك إنك تسعى تكسب بس بدون تشوية اللي بيحصل دلوقتي يا كابتن عندك حق إن كله بيسعى للتشوية أنت ده مش هيحصل هو ما بيكملش بس مش هيحصل ده في نادة عمل عشان ضد الأهلي بس عايش حياته كلها ما بتسمعش عنه ده مطش الأهلي بس يا رجل ده أول كم مطش قبل ما يلعب معه في الدور التانية أعتقد قال لك النادي اللي لما يوز من الأهلي على مدار تاريخه اللي هو بقى له 13 يا جماعة انتم بتطرقوا والله كم بقى له 13 يا جماعة طب بقى لاش دي هو أنت النهاردة مدير فني المنافس يطلع يقول للرجل اللي يلعب النادي الأهلي يلعب ما عايز ما لعبت النادي الأهلي فلأي أنا عجبني الرد الخافت بتاعه لما أنا لعبت وثلاثة زي زي كوا ده الكوميكس اللي تعامل شبوك يعني لا يا كابتن التعامل الإعلامي يا كابتن محتاج وقفة أنت هنا المفروض المراقب الإعلامي ما تبقاش على جزئية إن كابتن إسلام طلع يتكلم أساءل يسينه واللصات أنا عمري ما بقصي لا أنا مش بتكلم يعني ما تبقاش جزئية إن مثلا أي برنامج لا المفروض تاخد القضايا تاخد القضايا موضوع رمضان صبح وأحمد فتحي قاعد تسع شهور تسع شهور كاملة لو جبت تضيف من تحت بير السلم أول سؤال تسأله إيه رأيك في قضية هروب ماشيان عدم تجديد عقد أحمد فتح أحمد فتحي ده جوجب بالك بقى من حتى تاني يعني يقول لك مثل مصر إلا هتوصل كاس عمس أنا يقول له بس إيه رأيك في أحمد فتحي والله العظيم يتبقى تسع شهور تسع شهور تسع شهور ده في مرة في مرة جايبين ضيف عربي في الرياضة بعدها نبكرة خالص وفي خانة ما أول سؤال أو تاني سؤال شفت إزاي عدم تجديد عقد أحمد فتحه ورمضان صبحي مع الأهل وإنهم رحوا برامة سنة كاملة تسأل السؤال ده في حين قوام رئيس الفرقة كله مشي عشان مفيش دفع مستحقات مفيش بن أدم بينط مفيش بن أدم مفيش بن أدم كابتن بينط في لعب جه في لعبة جماعية خد مئة ألف دولار ومشي والله العظيم يا كابتن ما لبس في لعبة جماعية بالطاعة ما لبس والسواب والله ما لبس التشيرتي بتريق شوف أنا هو بقولك بص يا سيد زبحة كيف كل واحد فينا عنده كلام كتير جدا يطلع يقدر يقوله أو معلومات كثيرة جدا ومعلومات صحيحة ومحدش يقدر يكذبك فيها وتطلع تقدر تقولها على كل الأندية المنافسة صح؟ لكن إحنا عمرنا ما حنعمل كده ليه؟ لأن هذه هي قناة النادي الآلي والقناة قدامنا دي بتحمل شعار النادي الآلي وبالتالي ناس عايزة تتفرج أو جمهور النادي الآلي عايزة شوف ما يخص النادي الآلي وبالتالي إحنا بنجيب لهم ما يخص يمين يبقى أنتوا تكلموا بموضوعية برضو خليك موضوعي ما تمسكش في أسجن نجب نروح للسنتر نقوله ضع ضوابط الموضوعية المجلس الأعلى حاجة دريبة حكيم الحقيقة نحن إحنا الزملاء صحافيين معاهم هم مع أسدزتنا وكل حاجة بس إنته لأستاذ نصر عصام لا الأستاذ يعني في المجلس ما بين رصد ومش رصد صحيح لا لا يا جوز اللي حاصر بصراحة شديدة تعالوا سألونا حتى حققوا معنا أنا والراجل ده نحن نقول لا يا جوز كلنا مستعدين إذا كان يا جوز بقى خلاص إحنا نطلع من شغلنا دي سهلة يعني صحيح عموما كلام كتير فيما يخص هذه الأمور ولكن أخيرا أنا أستاذ عصام أستاذ عب حكيم لأن بكرة مباراة مهمة جدا 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 لمنتخب الشباب منتخب الشباب في أولى مبارايته تعادل مع موزنبيق في مباراة أو في مفاجأة الحقيقة هذا التعادل السلبي في هذه المباراة ولكن في النهاية هو تعادل سلبي بنقطة لمنتخب مصر للشباب ونقطة لمنتخب مصر ونقطة لمنتخب موزنبيق ونجيريا تغلب من سنغال ضد نجيريا مباراة يعني مهمة بكل الأمور شوف السن ده في الجيل ده رايح كاس عالم أن يعني قدر لي وهذا يعني أنه انتك فخم للقراء المصرية تم تبقى أجال حضرتك باس تلات مجميع كل مجموعة بياخدوا أول وثاني وحسن تولي ده بقى المجموعة اللي شغالها مع الجبلية واللي حتى مع الوزير لما عشان الأخ المعلق يبقى بيجامله ما تقلقوش فيه تلات توالد ده الميكروفون يا راجل لو بيفتتحوا محل ما كانش يقطع كده والأخ جمال على ما يقولك افتتح يا ليه بمصر مصر النهين فيهم ولا مصر القديمة حتى وقلنا ماشي يبقى ده مستوى الأداء المدير الفني ما احترام يعني طالع بعد المطش أكره الراجل لسه جايب بارح أنا فوجئت بحجم الإهضار أنا فوجئت مع أن الجيل في لعيبة عايزين نقاب في دهروب عشان ماتش بكرة في دهروب أنا بقول اللي ما نرداش عنه المصر ولا قلتلك ده جيل رائع اللي هيقصيه مش هنسيبه وبالتالي من العيب أن أنت لما يعمله مجموعة بتاعت صاحب البلد بيخله يلعب مع نمر أربعة حكيم يعني زبابوي دي مزمبيق لا بس احنا المجموعة ما كانتش رحيمة فنيا يعني احنا المجموعة بتاعتنا بصراحة يعني أنا كنت تملي بشوه السنغال دي المرشحة الأولى نيجيريا ومزمبيق يعني السنغال كسبت نيجيريا على فكرة السنغال كسبت نيجيريا على فكرة السنغال كسبت نيجيريا على صف الراجل يتلع لنا ما تقلقوش فيها أفضل طوالد لا 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 طبعا بحدي شرده بالكلب ده بس أنا بأتكلم على جوزيتها عصام إن جوزيت إن إيه إن القرعة كانت بتجيب لك مع واحدة واربعة القرعة المرادة ما كانتش رحيمة بصاحب البلد بس إنت ملكش مبرر لسه كنت هقول لك أهو إنت ملكش مبرر حتى الجمهور يا جماعة الجمهور ما جمهور منقول متى ما من ضمن الجمهور المنقول ده مشكورين إنكو جبتوا الناس من المدريات التعليمية بتجيبوا الجمهور أبو جد بقى والجمهور أبو جد ده وحش ما إحنا لسه شاكرين ساد المحافظ وأمن أصوات وأمن مصر كلها لو طلب منه صح والله لكن كده كده ما ينفعه دكرة مباراة مهمة جداً يا صاح حكيم صبرت إن أنت قلتوا كلنا وراء الفرق دي لازم طبعاً مباراة مهمة جداً وأتمنى من كابت محمود جابر إنه يشتغل على مش شرط إن أنت تكون لعب محترف عشان يبقى لك مكان يعني أنا شايف وجهة نظر الشخصية اللي هي ممكن يعني رجل أحمد شريف كمهاجم أفضل بكتير طبعاً يعني كمهاجم رجل بيلعب فريقه بيلعب فريقه فريقه أساسي في الدوري تمام وده المعيار اللي انت حطيته عشان تأخذ اللعبة فبالتالي أتمنى أنت بقى الاختيارات بكرة طاليق بالمباراة أتمنى أن إحنا نعدي إحنا كلنا صبرت الفرقة طبعاً والكلام ده قلناه من كذا مرة للمنتخب ونتمنى أن إحنا نتأهل لدور التمنى ونروح قبل النهاية ونوصل كاس عالم ما نستناش أفضل توليب يا رب كل التوفير لمنتخب الوطني بكرة مباراة مهمة جداً ومباراة صعبة جداً وكلنا في ظهرهم إن شاء الله وما بعد نهاية كاس العالم حتى لو إن شاء الله سعادنا هيبقى عندنا كلام كتير جداً جداً يخص موضوع منتخب الشباب لأنه الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم كل واحد فينا عنده كلام كتير جداً جداً ومصادر كتيرة جداً يقدر يقولها ولكن في النهاية كلنا مساندين لهذا إنه جيلي يستحق المساند الحقيقة في هذه الله يوصل كاس عالم أنا بشكرك جداً أستاذ الحكيم على وجودك معنا أنا بشكر حضراتكم شكراً جزيلاً وغداً حلقة جديدة من البيت الكبير